موسيقى أبرز دليل أداء الأهلي النهاردة لحد ديئة 92 من عمر المباراة لحد البلوس 90 في الحقيقة هارض لك لكل جماهير النادي الأهلي ولكل المصريين عقب خسارة الأهلي الثقيلة التي لا يستحقها بالمرة أمام ريال مدريد بنتيجة 4 واحد لو الأهلي يخسر يخسر من ريال مدريد سيكون أمر طبيعي لكن 4 نتيجة 4 لا تعني أبدا أبدا أو لا تدل أبدا على مجريات المباراة وعلى أن الأهلي كان ممكن يخرج 2 واحد مثلا ده كان وارد جدا وكان وارد جدا جدا أنه يتعادل وفي الحقيقة كان في الإمكان أفضل بكتير مما كان من نسبة لنادي الأهلي بعض الأخطاء الساسجة البسيطة للغاية وعدم استغلال بعض الفرص اللي كانت ممكن تتاح للنادي الأهلي أو اللي أتيحت بالفعل للنادي الأهلي ولم يستغلها محمد مجدي أفشا لم يستغلها طاهر محمد طاهر بعض الكرات كده اللي كانت في المتشاط اللي زي دي الفرصة بتبقى يعني ثامينة للغاية غالية قوي يعني في المتشاط دي الفرصة ما تجيلك بتبقى حاجة غالية جدا الواحد حزين أنا بتكلم معاكم بمنتهى الأمانة الواحد حزين لأن مجريات المباراة كانت تقول لك قدتنا أمل ودي أصعب حاجة لما يكون عندك أمل وشاف اللعبتك تقدر وفرقتك تقدر وفرقة بتشجحها تقدر وممكن وكنت قريب أنك تتعادل كرة أفشا دي بالذات يعني صراحة يعني بعض يعني وجهت نظر من كولر بس أنا كنت شايف أن حمدي فاتحي منفعش ما يبتديش مطش الرجل نزل في الشرطة الثانية حاجة مهمة جدا أداء حمدي فاتحي أنا مدار الفترة لفاتت أداء راقي قوي 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 مؤثر بالتحديد في الجوانب الهجومية كمان بخلاف أن هو قدراته الدفاعية مش محتاج كلام عنها لكن هذه كرة القدم كل التحية كل التحية والتقدير لرجال النادي الأهلي كل التحية والتقدير رجاز فني للنادي الأهلي بطولة مميزة أداء مشرف جدا والأداء ما يدولش أمدا أو ما يخلكش تقول أن الأهلي ينفع يخسر أربعة خالص زي ما أعطت لحضراتكم لكن هذه كرة القدم انهيار تام بعد دياء 92 استقبلت هدفين لم تكن تستحقهم بالمرة تقلق محمد الشناو تصديل ضرب الجزاء لمودريتش بمنطها التميز من محمد الشناو في الحقيقة يعني قدت مباراة مقبولة من حيث الأداء الشوط الأول كمان بالتحديد وتوقيت الجون دايما الأهداف اللي بتيجي في آخر الشوط الأول دي بتبقى رخمة لغة الكورة كده هدف بيبقى التوقيت بتاعه زي أنت جدها لما جبتوا جون في آخر الشوط الأول بتاع أوكلاند سيتي كان مهمة أو بالنسبة لك إنك تجيبوا الجون ده عشان تدخل بشكل أفضل الشوط التاني فعلا ريال مدريد جابوا الجون في الديها 42 أو 43 نزلوا بعد دهت الشوط التاني هدف لفالفيردي أحد أبرز اللي عامين النهاردة في ريال مدريد فبالتالي الدنيا بقت سهلة نوعا ما بالنسبة للفريق الأسباني ويعني فريق بطل أوروبا طبيعي أي انكات الغيابات أي انكات الأسماء اللي مش موجودة لكن في أسماء قوية جدا جدا موجودة في الملعب الخطأ كمان بتاع الهدف الأول من متولي باشتراك مع تيانج ثقة نوعا ما زائدة في ماتشاط مش محتاجة ثقة مبالغ فيها خالص خالص بصراحة لكن اللي حصل للأسف الشديد لو كنت تفاديت وما أحبش كلمة لا يعني بس في كل أحوال لو كنت حاولت أنك تتفادى الهدف الأولاني وتوقيته بالذات كان ممكن يبقى فيه فرص أكبر إن كانت ضغطة حيبقى عليها مدريد في الشوط التاني بشكل كبير جدا نوعا ذلك أنت قدرت أنك تقرب بضرب الجزاء مستحقة لحسين الشحات أحد أبرز دجوم النادي الأهلي النهاردة في المباراة هو محمد هاني في الحقيقة قدوا مباراة مميزة جدا محمد فاتحي منزل كان مميز جدا فيه فرصة للشريف برضو اللي بالهد ما يستغلهاش بشكل جيد لكن علي معلول قدر أنه يرجع أو يرجع نادي الأهلي في المباراة من خلال تقليص الفارق وهدف من ضربة جزاء لكن في كل الأحوال رحت أكتب مرة تغييري طهر كانت مفيدة ومجدية ولعبت على كامافينجا بشكل مميز جدا لكن ما قدرتش تستغل بعض الفرص اللي كانت ممكن من خلالها أنت كان ممكن من خلالها تصنع التاريخ النهاردة والله يعني اللي مضايق الواحد أو يخلي الواحد حسس بفارسة كده شوية أن كان ممكن والله بجد يعني كان ممكن الأهلي يعمل حاجة النهاردة كان ممكن الأهلي يجيب جون التعادل كان ممكن الأهلي يتفادى عدد من الأهداف اللي دخل بشكل سهل بس مهارات فائقة من السناء البرازيلي بالتحديد رودريجو وأيضا فينسوس جونيور اتنين خفة ايه ومهارة ايه وسرعة ايه وكل حاجة بصراحة ما شاء الله عليهم يعني في المقابل متولي ما كانش في أفضل حالاته النهاردة بمنتهى الصراحة بمنتهى الصراحة يعني في بعض الأهداف البطء شوية كل اللاعب يبع عنده مميزاته وبعض العيوب ده طبيعي يعني فيش حد كامل يعني لكن التعامل من أو على أو مع هذه المباراة كان ممكن يكون أفضل من كده بشوية لكن مع ذلك مع ذلك كل التحية لعبة النادي الأهلي ورجالة النادي الأهلي والجهاز الفني بعد أداء جيد نوعا ما في مباراة اليوم ولازم نحييهم على البطولة بشكل كامل يعني انت عندك مباراة على المركز الثالث والرابع نتمنى ميداليا هتكون ميداليا مقررة بالنسبة للنادي الأهلي مبرامعة في لمينجو البرازيلي ميداليا هتكون مقررة للنادي الأهلي لكن في نفس الوقت أفضل من لا شيء يعني الأهلي برضو بيشرف مصر الأهلي يدر أن هو يعدي أول مبداهة الكفاءة والاستحقاق على حساب أوكلاند سيتي على حساب أيضا فريق سياتل ساوندرز لكن فارق الإمكانيات طبيعي جدا جدا أنت بتتكلم عن ريا المدريد أقوى فريق في العالم تمام بتتكلم على فرقة هي بطلة أو هم أبطال دوري أبطال أوروبا 13 مرة آخرهم السنين فاتت عن جدارة واستحقاق على حساب ليفربول في المباراة النهائية تتكلم على فرقة مليئة بالمهارات والإمكانيات ويقدروا في أي وقت يخلصوا الدنيا يعني فهارض لك لجماهير النادي للأهلي ويكفي يكفي أن الأهلي عايش جماهيره هذا الحلم يكفي أن الأهلي لاعب ريا المدريد مباراة رسمية في نهاية كياس العالم أنا عارف أن جمهور النادي الأهلي واطموحه أعلى من كده بكتير ما بيكتفيش أبدا بأن المباراة زيدي تلعب ريا المدريد آه أداء مشارف كلام من دا لا حلم جماهير النادي الأهلي دايما في الزمن ما دا اللي إحنا عارفين ومتعاودين عليه لعبة النادي الأهلي رجالة النادي الأهلي خلوا ودي برضو ويكفي حدوثها خلوا الجماهير وقعدة بتتفرج على المطش يلا هاتجون هاتجون التعادل لا لا يقافش الممكن يا طهر واش عافق دي لوحدها أو دا شعور بأنك بيتقابل منافس بحجم ريا المدريد ويبقى عندك أمال وعشم كبير قوي في أنك تجيب هدف تعادل وأن أنت في أجواء المباراة وأن أنت بتروح على الجون وبتقدر أو دا برضو شعور مميز جدا عاشوا جماهير النادي الأهلي من خلال رجالتهم رجالتهم اللي كانوا محتاجين شوية تركيز أكبر من كده تركيز أكبر وأكتر من كده وكانت الأمور ممكن تتغير الواحد لحد ديها 92 كان عنده أمل أن الأهلي يتعادل ونروح للإكسترا تايم والله وإنت آه بتلعب ريال مدريد وإنت آه فارق الإمكانيات كبير وواضح دا لفل تاني ريال مدريد لفل الوحش دول الناس بلعاوا في أوروبا أنت آه مسيطر على الكارة الأفريقية أنت فريق كبير أنت بطل القرن كل هذه الأمور لكن بتلعب لفل أنت يعني بعيد عنك لفل بعيد عنك أبرز لعبي العالم أبرز لعبي العالم فأنك تكون ند فترات كتير أول من المباراة فدي حاجة إيجابية حاجة حية عليها لعبة النادي الأهلي أول هزيمة لكلر من ساعة ما جاء النادي أول هزيمة لكلر بعد حوالي 22 مباراة تقريبا بدون ولا هزيمة أربع أو خمس تعادلات والباقي فوز ولما تيجي الهزيمة تكون على حساب مين بطل العالم ريا المدريد مش بطل أوروبا بس فكل دي أمور إيجابية رغم سلبية النتيجة في نفس الوقت مهمة أوي أن لعبة النادي الأهلي يتدركوا هذه الهزيمة هتقول لي ما هم المفروض أن يعارفين أن الهزيمة طبيعية من ريا المدريد هو كلام ما ينت هقول لك التموح والأحلام والهدف كان كبير قوي عند لعبة النادي الأهلي أن هم يجيبوا مداليا جديدة لجماهيره حتى لو مركز التاني خلينا أقول لك أن كان التفكير ناحية البطولة ليه لا الهلال موجود في النهائي نتمنى الله رب كل توفيقه في مرات ريال مدريد في النهائي فكان فيه أمال فيه أحلام كبيرة فممكن ده يهبط من عنوات لعاب النادي الأهلي فالدنيا تكر معهم لا لازم ياخدوا بالهم من حتة زي دي المتوقع إيه أن ريال مدريد يكسب مش هندحك على بعض الفرص كانت قديه ها 80 عشريد مثلا لصالح ريال مدريد هندحك على بعض لا ده حقيقي لكن كل أن أنت قاعد تسفرج عن ناطش وعندك أمال أن الأهلي ممكن يتعادل أو الأهلي ممكن يتقدم قبل الهدف الأول أو 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 دي لوحدها حاجة إيجابية أنا نفسي بس مش عابدي تتعامل إزاي بس نفسي إن إحنا نكون متعوجدين على مثل هذي المباريات وحقول لك تتعامل إزاي أبسط حاجة يعني منتخبنا الوطني الناس يلعب مباريات تقيلة مع منتخبات كذلك زي ما لعبنا ببلجيكا وكسبنا ببلجيكا ونقدر ونحقق ونكسب لعبنا أكتاليا وبرازيل وعملنا مطشط في 2009 ممتازة في كاس الكرات بس لازم المباريات دي تبقى متكررة ما الجيش تجيب نايجر ومع كامل الاحترام لمختلف المنتخبات في الكرة الأفريقية فما تشبب تبقى ممضونة وإنت بتلعبها وكلام من ده فبتكسب وبتطاموا إحنا جمدين أو إحنا حلوين أو لا إحنا عايزين إحتكاكات زي دي أنا ما بتكلم عن منتخب مصر بتكلم على عدد كبير أو من لعاب النادي الأهل بيكون موجودين في منتخب مصر وعدد كبير أو من لعاب الأندية الأخرى الزمالك وعدد من الأندية المختلف في منتخب مصر فأنت ما تلعب وتعمل احتكاكات زي دي بشكل مميز فبالتالي الرهبة مش حتكون موجودة الرهبة مش حتكون موجودة السقة وإنك تصدق إن ممكن تجيب جون في ريال مدريد دي كان محتاجها لعاب النادي الأهلي النهاردة كلا ما احتجينها بصراحة إنك تكون مصدق إن إنت حتجيب جون في ريال مدريد تمام فبعض الأحيان الكور اللي كان بتتلعب في الخط الخلفي بالنسبة لنادي الأهلي أو تعامل لعاب الوسط ولعاب خط الدفاع في النادي الأهلي بالسقة الزائدة نتج عنها هدف بخطأ سازج قوي كممكن إن إنت تتفدأ من خلال فينسوس جونيور يعني هي معادلة يعني هي معادلة إنت تحاول إنك ما تغلطش في نفس الوقت تكون مصدق نفسك إنك بتلعب ريال مدريد مصدق نفسك إنك ممكن تكسب مصدق نفسك إنك ممكن تعدي يعني أمور محتاجة مزيد من مثل هذه الاحتكاكات عشان تاخد على الأجواء وعلى الجو النقطة الثانية طبعا جماهير النهاردة حاضرين في المباراة بشكل مكسف ودي حاجة إيجابية أتمنى أتمنى يا جماعة الله لأن موضوع الجماهير ده وعودتهم من المدرجات في الملاعب المصرية بشكل كامل والله حيفرق قوي مع شخصيات الشخصيات بتاعة لعبتنا شخصيات لعبي منتخب مصر لعبي الأهلي لعبي الزمالك لأن دي الجماهير دي لما تلعب بالضغوط الجماهيرية وتتعود عليها وتاخد على الأجواء دي مش هتبقى الآن حتى لو بالنسبة صغيرة زي ما شفنا النهاردة مثلا ضغط جماهير كبير في عدد كبير من المتابعين حاجات كتير قوي وعناصر كتير جدا ساهمت في أنك تبقى عندك نوع من أنواع القلق لكن النهاردة من ضمن الناس اللي قدوا بشكل مميز بصراحة حمد عبد المنعم ده كواليتي عالمي موجة نظر لعيب عالمي لعيب يستحق يلعب في أي حتة في أوروبا يستحق مليون في المية كورته عالية مدافع قوي لعيب عنده شخصية دي الحاجات اللي انت بتبقى محتاجها دايما في الكرة المصرية بس كل ما الجماهير ترجع بعادات أكبر وانكسابة طبعا دي رؤى للجهات الأمنية لهم كل التقدير والإحترام وما أضرب كل شيء لكن في كل الأحوال لو في فرصة يا جماعة لو في فرصة أن الجمهور يرجع فدي حتبقى حاجة رائعة لمستقبل الكرة المصرية لأن لعبتنا رجالتنا في سجيل ده كله تقريبا ما تعودش نلعب تحت ضغط جماهيري بش بقولين ده مبرر النهاردة على فكرة لا بس ده حيساعد لما تلعب تحت ضغط جماهيري في الدور المصري أو في أي مباراة من مبارايات تمام ده حيساعد على تقوية شخصية اللعبين المصريين فتلاقي تيجي في المتشاط اللي زي دي تلاقي نفسك تلاقي نفسك جاهز ذهنيا ونفسيا قبل بدنيا وفنيا كل دي أمور كويسة بالمناسبة يحسب للكولر جرئته يعني أنا الرجل نهاردة آه خلولي كولر شوية يعني تحسب له جرئته أنا الرجل منزلش بنفس التاكتك اللعب مثلا بيه مسيماني في مبارات البايرن اللي هو أنا عايز أخسر أو لو أخسر 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 واحد ولا اتنين يعني الرجل نازل حاطت في دماغه استراتيجية الهجوم لما كرة تكون معاه بدليل نلعب أفشا بدليل نخلى عبدالقادر من بداية المباراة بدليل حسين الشحات ومحمد شريف ممكن ناس تختارب شوية تقولك محمد شريف كان أفضل بيرسيتاو آه ممكن بصراحة ممكن مش بقلل محمد شريف لا لعب كهز طبعا لعب كبير لكن في كل الأحوال رؤية كولر تحترب أنا ضدي دايما حتة إيه إن عشان مدرب خسر مباراة فلانو كان لازم آه نختلف في وجهة النظر تاني حقولها أنا كان نفسي حمدي فتح يبتدي بمباراة دي ويبتلاتة في نصر يعني حمدي وديانج والسولاي عادي السولاي مش أفضل حالاته والناس بالنهاردة لعب كبير وليعب ما ماهي بس مش أفضل حالاته ديانج حتى برضو مش هو ده ديانج اللي يعني عقدين عليه أمال كبيرة قوي قوي في مثل هذين لقاءات ربما إجهاد المباراة كلها تيام مباراة في كاس عالم بتنافس بدني قوي للغاية لكن في كل الأحوال رؤى كولر تحترم مدرب كبير مدرب عنده شخصية مدرب جريء وده على فكرة اللي دايما كان جمهور الأهلي بيطلوه نحن يكون فيه مدرب نحن جمع جمهور النادي الأهلي مثلا ده لسان حرجاء من النادي الأهلي نحن عايزين مدرب يكون عارض شخصية النادي الأهلي نحن لو لعبنا مين عايزين ننزل نهاجب ونجيب جوان وكلام من ده الراجل يشتغل بالفلسفة دي الراجل حاول بالطريقة دي فدي حاجة تحسب له بس اللي مزعل الواحد بصراحة هي اللي أربعة دي اللي أربعة لا يستحقها النادي الأهلي بالمرة أي واحد قاعب يتفرج على المباراة يقولك الأهلي آل أو خسر ما يخسرش أربعة ده في نسك كمان تقول لك لا الأهلي ما استحقش الهزيمة بصراحة الأهلي عملا بورك كويس يا جمعة لكن الأربعة دي يعني ما تيجي كده تراجع التاريخ تلاقي أربعة واحد يقولك يده ده الأهلي كان واقع خالص تلاقي أشي أقولك بقى الأهلي في الأخير خسر أربعة واحد ما كنش نتمنى الأربعة ما كنش نتمنى الأربعة اتنين واحد كانت مقبولة جدا بالأداء ده ثلاثة ورضو هي زي الأربعة بالنسبة لي بس حتى لو ثلاثة واحد كان بالنسبة لك إيه خلاص أنت مش باكي على حاجة في الدقاء الأخيرة أنت عايز تهاجم ربما تتعادل وثلاثة بقت زي أربعة لكن الانهيار التام ده بالنسبة لي ما كانش لي أي لازم من لعب النادي الأهلي لكن في كل أحوال هي دي كرة القدم وهو ده الوضع الحالي وهو ده فرق الإمكانيات ما بين النادي الأهلي أو مش النادي الأهلي ما بين الكرة المصرية وما بين الكرة الأوروبية الأهلي بإذن الله عنده مورا مع فلامينجو على المركز الثالث شدوا حلقة رجالة بإذن الله جيبوا الميدالية المواطشة هيكون زي يوم السبت ساعة خمسة ونص بتوقيت القاهرة بإذن الله تسعة أو خمسة ونص إذا ما استكرروا على حاجة طيب خمسة ونص الأهلي والريال مدريدي ساعة تسعة طبعا لأن المؤدي المبرأة هتكون مع الهلال نتمنى كل التوفيق للهلال السعودي في هذه المبرأة لكن رجالة الأهلي لازم يركزوا في النقاء خسرنا مجرية مدريد أو الأهلي خسرنا مجرية مدريد ودي نتيجة أقرب للطبيعة لكن في نفس الوقت لازم تحافظ على فرصك إنك تخرج بميدالية ده المطلوب لأن جاءت النادي الأهلي إنس المطش النهاردة إنت الما بتكسب بتفرح في نفس اليوم وبتفكر من اليوم اللي بعديه على طول في الممرات التالية اللي جاي لك على طول النهاردة حتى الما تخسر ما تعيش حالة الخسارة بتير إيه على النهاردة بكرة ركز في مرات فلمانجو عندك فرص على فكر فرقة فلمانجو مش هي ري مدريد أو فرقة برزيليا فرقة قوية بتاع بطل أمريكا الجنوبية لكن في نفس الوقت تقدر تحقق نتيجة إيجابية جدا جدا قدامهم خصوصا أن أنت عندك من أسبوعات قبل كده قدرت أن أنت تحقق مثل هذه النتائج لما كسبت مثلا بالميراس حتى لو ضربت الجزاء بس خدت ميدالية البرونزية قبل فاتت فكل دي أمور مهمة هيجب التفكير فيما هو قادم وكننا نأمل أن نحن النهاردة نبقى مبسوطين ومفرحانين لكن قدر له ما شاء فعل وهرض لك للنادي الأهلي وجماهير والكرة المصرية والقادم دائما هو الأهم طيب النهاردة في الحقيقة عندنا أكتر من جزئية الجزء الثاني من حلقة اليوم حينورني وانشرفني في الستوديو كل من الكابتن رمضان السيد الكابتن إبراهيم السعيد وأيضا الكابتن محمد صلاح النجم الكبير عشان نتكلم معهم على رؤيتهم التحليلية لهذه المباراة طيب خلينا نروح لمداخلة مهمة جدا 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 مع عمين صندوق النادي الأهلي المهندس خالد مرتاجي ونبرك له برضو على أداء النادي الأهلي وعلى نتائج المميزة وعلى تشريف النادي الأهلي للكرة المصرية من خلال هذه البطولة يا بش مهندس مساء الخير بش مهندس خالد بش مهندس علو علو بش مهندس مساء الخير منورنا ومشرفنا بلاس تسعين عقلات النهار لا أنا مش سامح خالص صوت بعيد أوي بالحقيقة طب يا ريت يا جماعة أنا عاود الاتصال بالمهندس خالد مرتاجي أمين صندوق النادي الأهلي عشان نتكلم معاه في المباراة وبعض الأمور المهمة جدا 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 خصوصا بعد أداء النادي الأهلي في البطولة في مجمل البطولة ولسه في مباراة مهمة جدا وفاصلة وهي من خلالها يقدر النادي الأهلي يفوز بالمركز التالت زي ما عودنا دايما وميداليا برونزية هتكون مهمة جدا بالنسبة للنادي الأهلي وكل التقدير كل التقدير للمجهود الكبير اللي بازلوا الفريق على مدار البطولة حتى الله يقدر لو خسر الأهلي من فلمينجو برضو أداء مميز ومشرف لكن دايما حلم جمهور النادي الأهلي هو أحسن حاجة في الدنيا لو عايزين يا جماعة ناخد البطولة بس يا دي كورتقان وانت بتلاقي المستويات لازم يكون في تفاهم الجزئية زي دي بشكل كبير جدا جدا أكيد بكرة حيكون في بعض التدريبات الاستشفائية بالنسبة للعبين اللي شاركوا في المباراة بشكل كامل تدريبات بدنية لبعض اللعبين اللي شاركوا في أجزاء قليلة من هذه المباراة لكن أكيد برضو يقدر النادي الأهلي أن هو يعني يتضارك هذه الهزيمة بشكل أو بآخر وده المطلوب وده بالمناسبة اللي تعودنا عليه من النادي الأهلي يعني أنت حتى ما بتخسر ماتش حتى ما ماتش زي ده تمام هتقدر تتضارك وترجع الدنيا ما تكرش معك لا تخش هزيمة في هزيمة في هزيمة لا صعبة شوي على النادي الأهلي صعبة شوي رغم حتى صعوبة المنافسة رغم حتى لو بتلعب فلمينجو البرازيلي بس شفنا الهلال السعودي ما شاء الله يعني قدروا أن هم يفوز على فلمينجو بظروف المباراة كمان ساعدت لكن هم استحقوا الفوز 3-2 فأنت مش أقل من الهلال بالعكس أنت كذبان الهلال 2-3-4 في تحديد المركز الثالث والرابع برضو في كاس العالم الأندية هناك في أبوظاب فتقدر أنك تفوز على الفرقة اللي فاز عليها الهلال السعودي اللي هي فرقة فلمينجو عندهم حالة طرد برضو من أبرز اللاعبين اضطرد خط الدفاع لما تذكر يعني ففيه فرص كبيرة بالنسبة لي الندي الأهلي أنه هو يفوز في هذه المبرأة لسه مرجع لناشر المهندس خليل مرتجع يا جماعة طيب ماشي النهاردة بعض الأمور يعني زر الواحد ممكن يكون حالة الديق بينا عليهم شوية لأن كان فيه عشان كبير إن الأهلي يقدر يعمل شكل أفضل أو مش شكل أفضل من كده يعني أربعة دي أنا مش قادر يقتنع عن أربعة يعني أربعة في آخر دقيقتين يجي في الجنين أو آخر خمس دقيقت في الوقت يجي في الجنين فالموضوع صعب شوية صعب شوية على كل المصريين اللي أكيد كانوا يتمنوا الأهلي يظهر بشكل أفضل من كده بكتير أو النتيجة تكون أفضل من كده بكتير يعني لكن هيا دي كرة القدم في الحقيقة طيب كنت بكمل لحضراتكم بعض الأخبار بتتعلق بالأهلي واللي بكرة أكيد هيستقنف استعداداته ليه مباراة فلامينجو بشكل قوي وبتركيز كبير وهنا الدور كله هيكون على الجهاز الفني كولر والجهاز المعاون وأيضا الكابتن سيد عبدالحفيز إزاي تخرج اللعيبة من الحالة النفسية دي أو من الهزيمة دي بالتعديد هتقول لي يا عم مهو طبيعي يخسره من الهزيمة دي عارف والله عارف والله بس في النادي الأهلي القصة مختلفة شوية في الحتة دي أنا عارف أن أقول لكم إيه يا حتى لو خسرت موتش زي ده في بفيزة عال فإن أنت بطلع اللعيبة وتخليهم يركزوا ويفصلوا ما بين الهزيمة دي وإن إزاي يردوا ويحسنوا النتيجة أو الشكل في مبارات فلمينجو ده حيكون تحدي كبير قوي عند الجهاز الفني وبالتحديد الكابتن سيد عبدالحفيز أكيد كولر بجهازه المعاون وأكيد الكابتن محمود الخطيب رئيس بعثة النادي الأهلي ورئيس مجلس إدارة النادي في أنه أكيد حيكون لي بعض الكلمات ليخطاب بشكل أو بآخر مع اللاعبين بخصوص إزاي إن إحنا نرجع من المغرب بميداليا برونزية والأهلي يقدر على كده طيب خلينا نروح لفاصل سريع بعد الفاصل حنرجع نكمل حدثنا عن نادي الأهلي وبعض الأخبار المهمة جدا على السحر يضياء المصرية قبل ما نستقبل ديوفنا الأعزاء في حلقة اليوم ونتكلم معهم عن أسباب الهزيمة رغم أن هي هزيمة منطقية في كل الأحوال لكن كان هل الأهلي يقدر يتضارك هذه النتيجة ويقدر أن يقدم أفضل من كده تمان ولا لا هنشوف كل الكلام ده على مدار فقرات الحلقة استنوا يلا أهلا بحضراتكم مرة تانية والله في كل الأحوال يا جماعة الأهلي عايشنا حلم يعني الأهلي إلعى إبريال مدين نص نادي كاسا والله ده في حد ذاته يعني أجواء حلوة أنت تلعب النهاردة مش عرف الأهلي دايق كتير جدا في المباراة حاسسك أن فيه يعني إيه فيه ندية بشكل أو بآخر فيه منافسة ودي حاجة إجابية جدا جدا أه طبعا نفسنا الكرة المصرية تكون أفضل من كده بكتير نفسنا أن إحنا نقدر في المطشاط اللي زي دي نقدر نحسمها بشكل أو بآخر ليه لا لازم نشتغل على كده لازم نشتغل على كده ولازم الأهلي يبني على مشاركاته في كاس العالم الأندية الأهلي يعتاد مثل هذه المشاركات بشكل طبيعي جدا الأهلي يعتاد كاس العالم الأندية المختلفة ويمكن لعب مطشين بس مع الباير باير ومطش مع رأي المدريد يعني موضوعه مش محتاج فكل الأحوال هارض لك للنادي الأهلي لكن مطلوب جدا جدا من لعاب النادي الأهلي وجاذب فني إن هما إن شاء الله إحنا اعتدنا من خلالهم على إن هما يكونوا موجودين على المقصات التتويق إحنا عايزين من داليا البرونزية بإذن الله تعالى طيب خلينا نروح لي هذه المدخلة الهمة جدا مع المهندس خالد مرتجي أمين صدوق النادي الأهلي من المغرب يا أبش مهندس مساء الخير مساء الخير يا أمير ومساء الخير على السادة المشاهدين نورنا إزاي حضرتك كله تمام الحمد والله إذا علاني أمير هارض لك حاسس هارض لك على النتيجة لكن في نفس الوقت مبروك على أداء النادي الأهلي على مدارة بطولة دايما الأهلي بيشرف مصر لسه عندنا أمال كبيرة جدا إن الفريق يرجع لنا من المغرب بإذن الله واحد أحد بميداليا برونزية وأهلي قادر على كده بكل تأكيد لكن حالة الحزن أكيد لمسينها بشكل كبير لأن الأهلي عود جماهيره دايما على الأحلام والطموحات ونفيش حاجة بعيدة في كرة القدم والله يا أمير الحياحنا كلنا والبعثة كلها وأنا كنت حسس حتى يعني في الثائين اللي عيبا فيه ثقة وفيه إن شاء الله هنعمل أداء كويس ونعمل نتيجة كويسة والله سبحان الله يعني حتى في الهالف تايم أنا كنت واقف مع أرسن بينجر فبيقول لي اللي أنت عندكم لعيبة كواليتي عالية جدا وعندكم يعني يعني الناس كلها بتتكلم الحياة على الأداء النادي الأهلي وإن حقولي بس يعني هو بس الواحد الغاصة اللي عنده إن حياة الجنين الآخرين الغم دور بزبط يعني لا يعبره خالص يعني الفرق رجالة وعمل عملة ما تشويس قوي وكنت حاس نحن عريبين بعد ما جبنا البنالتي كنت حاس نحن عريبا طيب بريت نرجع المهندس خالد مرتجي مرة تانية يا جماعة لأن المداخلة غاية في الأهمية للأسف خط قطع ووضح ووضح للأسف والمشكلة في الخطوط المغربية بيقولي لكن وضح حالة الحزن أنت متخيل يعني يعني أنت متخيل التفكير في النادي الأهلي وصل لحد فيه إنك زعلان أنت متخسر من ريال مدريد زعلان أنت جي فيه جنين في الآخر ما لهمش أي لازمة دي حاجة والله تعتبر إجابية حالة سلبي حالة الزعل دي أنت خسران من ريال مدريد لحد يعني ممين صدوق النادي الأهلي واخبالك ودي نفس الحل اللي أكيد الموجودة عند كل عناصر البعثة هناك في المغرب يعني فده إن ده اللي يدل على مدى مدى قيمة النادي الأهلي وإزاي الناس دي بتحلم وإزاي الناس دي بتصدق نفسها وبتصدق حلمها فإنت متخيل إن يجي اليوم إن الأهلي زعلان فيه نوخصر من ريال مدريد حاجة كبيرة وواضح جدا في نبرة المهندس خالد مرتاجي في الحقيقة كم الحزن الكبير بعد الهزيمة لأنه فعلا فعلا النتيجة ما تعبرش أبدا أبدا على إداء الأهلي ولا الندية اللي كانت على مدار الدقائق فتريبا لما تيجي تحسبها 80 ولا 85 دقيقة الأهلي ند في الملعب الأهلي يقدر يتعادل حتى المهندس خالد مرتاجي بيقولك كده ده أصريح مهم جدا نواقف مع أرسنفينجر طبعا مدرب الشهير قوي قوي مدرب فرنسي الأسبق لأرسنل العدد كبير من السنوات راجل أكيد ليه نظرة فنية يعني متكلم على كواليتي اللاعبين بعد الشوت الأول بين الشوتين مع المهندس خالد مرتاجي يقولك عندك كواليتي لعبين محترم جدا فدي إشادة دي شهادة مش إشادة بس من مدرب كبير جدا إذن إحنا عندنا الكواليتي إحنا عندنا كمصر بقى بكلام بقى بشكل عام يعني عندنا اللعيبة اللي تقدر تحقق إنجازات عندنا اللعيبة اللي تقدر تتخطى مثل هذه المباراة لكن حنرجع للنقطة الأهم إن بإذن الله واحد أحد وأنا عارف إن فيه شغل كبير قوي قوي من دولة مصرية إن الأمور ترجع لأقصى طبيعة عليها بعد فترة قليلة بإذن الله تعالى من خلال عودة الجماهير المدرجات ودي حاجة أكيد هتبقى مهمة جدا إن شاء الله بإذن الله يكونوا موفقين فيها فلما حيرجع الجماهير المدرجات فالثقة تبقى للعبين الضغوط يتعاودوا عليها الأجواء اللي زي دي تعاودوا عليها بشكل أكبر لكن إنك تبقى زعلان إن الأهلي خسران من رياة مدريد فدي حاجة كبيرة بصراحة وده اللي إحنا متعاودين عليه دايما من النادي الأهلي يعني والإنتبعات كمان كلها إجابية على النادي الأهلي على النادي الأهلي دي حاجة برضو مميزة والناس ممكن تقول لك بقى في البعض يقول لك يا جماعة أنتوا برضو بتحاولوا تخلوا الهزيمة بالنسبة للنادي الأهلي هزيمة شكلها كويس أو حاجة لا بصراحة النتيجة مش حلوة عشان ما النتيجة مش حلوة كنتيجة مش حلوة لكن كماتش أنت بتتفرج عليه لا الأهلي ما استحقش أبلا النتيجة دي بمنطقة الأمانة الأهلي ما استحقش النتيجة دي لما يجي نتكلم في بعض الجوانب الفنية وأنا مش من عدت أحب أو أتدخل في حاجة أو أتكلم في حاجات فنية لأن فيه اختصاصات أنا بأحترم جدا اختصاصات يعني بيبعي أن الواحد مشجع أو واحد يعني مشاهد كولر وترجع للرغبات كولر وتحترم بشكل كبير جدا الرجل عايز يستغل أي فرص أو ليستغل الكورة وهي معاها بشكل مميز فعشان كاللعب أفشانا كنت أفضل في المنشاط اللي زي دي حمدي فتحي بدليل اللي عمله بعد ما نزل لعيب مميز جدا ولعيب مهمة أو لا يهب أبدا مثل هذه المباريات حمدي فتحي يعني هاني لي كل التحقي علي معلول والله رجال يعني عمل المباراة كويسة النتيجة بس هي اللي صعبة شوية وقاصية على جمهير النادي الأهلي وجمهير الكورة مصرية بشكل عام طيب النهاردة فيه خبر مهم جدا وهو بتعلق بمحمود عبد المنعم قهرباء خطاب من فيفا وصل التحاد المصري لكرة القدم إن قهرباء مطالب بسداد الغرامة اللي عليه لصالح نادي الزمالك خلال شهرين بحد أقصى مع كمان سداد 30 ألف فرانك خلال شهر أتعاب القضية بس في نفس الوقت حق لكهرباء الاستئناف على هذا الحق لدى المحكمة الدولية الرياضية كاس وبعد شهرين في حالة عدم سداد كهرباء للمبالغ المستحقة أنا بس مش عايز أفتي في القصة دي أولا لو يريد يا جماعة نجيب حد من المختصيد لو عمل عميرة أول حاجة حد يقول لنا القصة ممكن تمشي إزاي خلال الفترة اللي جاية بس في كل أحوال يا جماعة الكهرباء مطالبة لندفع فلوسنا دي زمالك طبع ما فيه إكرار من التحاد الدول لقرأة القدم أو محكمة رئيادية أو كاس أو كلام من ده تمام إن الكهرباء عليه غرامة ولازم تدفع فهي لازم تدفع بس أنا بشوف إن حيبقى فيه صعوبة كبيرة إيبع على الكهرباء لندفع الغرامة فلو ما دفعش الغرامة هيتوقف موعد الإقاف دي أو موعد الإقاف ده حاجة الله أعلم بيها يعني مش معنى هو قالك إيه يتوقف تلقائيا تبقى يعني الكلام ما أنا مش لاقي في الترجمة والله الحتة دي خالص بس الناس تتكلم في الحتة دي برضو هتأكد لكم من الموضوع بشكل أكبر يعني قالك إن بعد شهرين لو لم يسدد كهرباء الغرامة يتوقف لمدة ست شهور حلو فبالتالي لازم إنه هو يدفع الغرامة وده طبيعي وده متوقع ده أمر متوقع فهو بس التوقيت في مدة الإقاف توقيت إقاف اللاعب لكن رغم أو مع وجود فرص للإستقناف فأعتقد المدة ممكن تتول أكتر تبقى اللي أنا لعرفه إن من الوارد جدا يتم إقاف كهرباء ما بعد الفترة التالتة أو فترة القد التالتة اللي توقفها الفريق البرتغالي ديسبورتيفو أفش البرتغالي اللي هو كان بلعب فيه كهرباء لكن الأمور هتمشي إزاي في الجانب القضائي ومثل هذه الأمور أكيد هنعرفها بشكل أكبر من خلال يعني تواصلنا مع بعض عدد من المصادر ونبلغ حضراتكم ب الجديد يعني لكن كهرباء مطالب أن يدفع الفلوس مطالب أن يدفع الفلوس إمتى نفوط خلال الشهرين تبقى للحكم اللي صدر النهاردة ما وضف الاعتبار يا جماعة أنا بأكد لكم إن فيه صعوبة كبيرة قوي قوي إن الكهرباء يدفع لتنين مليون وربعمائة ألف دولار يعني أي حد هيجي عليه غرامة بالمبلغ ده صعب قوي إن هو يدفعها مرة أحد صعب المفروض على فكرة إن ممثلي كهرباء أو المحامين بتوع كهرباء متطمينين أكيد ليهم مبرراتهم ده تبقى للمعلامات اللي عندنا ليهم مبرراتهم لكن غرامة إله ولو مجبر كهرباء ندفعها في المدة دي فأنا بشوف إن فيه صعوبة فبشوف إن فيه فرص تانية لإيقاف كهرباء نتكلم بمنتهى الوضوح فيه فرص قائمة لإيقاف كهرباء هنا السؤال الأبرز الناس هتيجي تسألك هل الأهلي ممكن يدفع الغرباء هل الأهلي ممكن يساهم مع كهرباء في دفع الغرباء هل الأهلي حيكون لي دور في دفع الغرباء اللي على كهرباء أنا بأكد لحضرتك لا هتقول لي إزاي وكهرباء ولعب كبير والأهلي محتاجوا لازم مش عارف إيه وكلام من ده تمام أنا بقول لك لا الأهلي ما يقدرش مش ما يقدرش ما ينفعش يدفع الغرباء الكهرباء ما ينفعش الأهلي عليه جهات رقبية لما بطلع مليم من خزنك للنادي لازم بيكون في ورق بكده انت انطلحها ليه عشان ايه مقابل ايه كلام من ده ما ينفعش تطلع فلوس فقضية انت مش طرف فيها فالاهل مش طرف فقضية كهرباء مع نادي الزمالك فالاهل مش حيدفع فلوس مش من حق كهرباء لدى النادي في هذه القضية تمام قصد ايه كهرباء اولا حيبقى منوت بيدفع هذه المبالغ ازاي الله اعلم دي حاجة تخص كهرباء اتمناله اعلم الله يكون فعونه بصراحة الموقف صعب جدا والفلوس كتير اقوي الفلوس كتير اقوي ازاي حيقدر اتفحها مش قادر يعني اتخيل لان الموضوع صعب جدا وفي نفس الوقت اللي يقدر يساعد فيه النادي الاهل انه مثلا لو كهرباء انا بقولك معلومة كهرباء عقده في النادي الاهل 10 مليون جنيه في السنة لو هياخد المبلغ كله من غير مقدم من غير النسبة اللي بتتاخد مع اول كل سنة بالنسبة اللي عابين كلام من دي هاخد المبلغ كله على بعد قدي 10 مليون جنيه ليه مستحقات عند النادي الاهل في الفترة اللي تلع فيها عارة كلام من دي اعتقد توصل ل7 8 مليون جنيه والقدي 18 مليون جنيه دلوقتي يا جماعة دولار بيكان داخل في 30 تقريبا لما هتيجي تشوف تدرب 2 مليون وربعمائة الف دولار في سعر العملة النهاردة هتلاقي المبلغ كبير اوي بيتخطى لحاجة و60 مليون اعتقد صح فرقم كبير اوي على كهرباء قلول يا جماعة طيب ده بخصوص ده بخصوص الموضوع كهرباء والمباراة النهاردة وكل هذه الامور في مقابل نادي الزمالك بيستعد طبعا لموجد شباب بلزداد الجزائري ومن جمعة ان شاء الله نتمنى كل التوفيق لنادي الزمالك ممثل مصر في هذه البطولة بجانب النادي الاهلي وطبع بطول دولة اقطال افريقيا وزمالك عنده تحدي مهمة اوي مع فريرا لان فريرا المراضي هو اللي حيكون او يوم الجمعة ان شاء الله هو اللي حيكون مدير الفني لنادي الزمالك بشكل فعلي خلاص لان هو المباراة فاركو طيب كان المعروف هو كان عددك موجود كده اين كان احنا نختلف او نتفق على تواجده لكن ده اللي حصل لكان ما كانش بيديغ هو اللي حيدير مباراة شباب بلزداد الجزائري يوم الجمعة اللي جاية في القاهرة فنتمنى كل التوفيق لنادي الزمالك في هذه المباراة النهاردة كان فيه تدريبات مهمة جدا بالنسبة للفرقة فمباراة غاية في الاهمية بالنسبة لنادي الزمالك بعد الهزيمة التقيلة مع فاركو او امام فاركو المباراة الماضية في بطولة الدوري طيب خلينا نروح لفاصل نتكلم اكتر عن مباراة الاهلي النهاردة والجوانب التحليلية بالتحديد مع كل من الكابتن الكبير كابتن محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق وايضا الكابتن كبير كابتن رمضان السيد نجم النادي الاهلي السابق ورؤيتهم لمباراة اليوم في بلاس تسعين بعد الفاصل استعمال اهلا بحراركم مرة تانية فقرة التحليلية من بلاس تسعين النهاردة بالتحديد بخصوص مباراة الاهلي وريال مدريد والفوز الكبير لريال مدريد احسام النادي الاهلي نتيجة اربعة واحد فناخد رؤية محللين محللي بلاس تسعين الكابتن الكبير كابتن محمد صلاح مواردنا ومشرفنا اخبرك يقوله تمام كابتن الكبير كابتن رمضان السيد مواردنا ومشرفنا ربنا يخليك امير تمام الحمد لله صلاح رأيك في المطش واسباب الهزيمة الكبيرة لنادي الاهلي لا الرأي في المطش يعني انا بقول مطش على مستوى الحدث بصراحة على مستوى الحدث من النادي الاهلي الاهلي مثل مصر للمدريد اسبانيا مطش ما كناش متوقعين ان يكون في ندية بأمانة وخسار الشروط الأولاني اسباب الهزيمة انا عايز اقول حاجة الناس ما زعالش مني لما الاهل والزمالك وفرقة كبيرة تلاعب فرقة كبيرة زيها لازم تصدق 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 ان يتلاعب رأي المدريد ليه لما تصدق ان انا بلعبك او انت بتلعبني وحطين دماغنا في دماغ بعض نقدر نلعب كويس النادي الاهلي لعب الشروط الأولاني بالحاجة اللي هو عايزها ان هو يطلع كده ولكن تلع خسران الشروط التاني المفروض ان انا بنزل من غرفة الملابس مركز تماما ان انا الاول حاجة ما خش فيها الجون التاني واجيب التعادل لو ما جيبتش يبقى كده صح لانتقول ما واحد سفر يا امير عندك فرصة عندي فرصة زائد اللي احنا شفناه عشان انا مش مش بتكلم على كلها ان هو عمل ايه لكن اخطأ في البداية في التشكيل بالنسبة نص الملعب اخطأ بالنسبة الحمدي كان لازم يبدأ لازم يبدأ مكان افشة او لو كان حيتغير ما يطلعش ديانج لان كده اولا مستوى افشة مش مواكب الفرق كلها وشروط الامر بالزياد يعني الشروط التاني لازم تقفل نص الملعب انا زيان بقول لحداك ايه طالما ما هتصدق لازم تقفل عشان تطلع بنتيجة ليلة اما تتعادل تخوش او ضربات جزاء لكن تفتح الملعب مع ريان مدريد اعتقد ان خبرات اكبر واكتر فوصله كتير يعني لولا الشناوي اعتقد ان هذه كتابه اكتر من كده حتى قبل او بعد ما يصدق ضربة الجزاء الناحية اللي مين فيني انا اعتقد ان هو خدها لي النهاردة مع ان هاني كويس عدم وقوف متولى في بعض في بعض الاحالات من الناحية الدفعية والاخطاء اللي عملها كان على المدير الفن النازمي في الحتة دي ازاي باتت يا مليل بديل ما عافش ممكن ربيع اعتقد كان قاعد ربيع عنده حالة وفاة 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 حماء الله ارحمه يعني بالعزي ورده ياسو بريم انا شفته لكي موجود تغييره مش جاهز كبتر مش جاهز مش جاهز ليه يعني انا بنتكلم على اللي حشفنا انا بقول لحضرتك يعني لكن النادي الالي ادى ادى بشكل جيد جدا صار في رازع النتيجة اربعة واحد ادى الغاية النهاية كان بيهاجم في بعض الفترات ضيع خصوصا بتاعة افشة دي السهلة جدا وبعدين طاهر بدماغه في الكورنر عمل فيها كل حاجة هو تصرف فيها صح بس الحارس صدقت ببراعة لكن اقول نص 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 الملعب نص الملعب هو اللي فرق معه مش نص ملعب كله اللي فرق معه الاخطاء الدفاعية بتاعة الدفاع هي اللي خلت النتيجة بالشكل ده كابتر رمضان يعني مين يسأل عن هذه النتيجة اداء اللاعبين في الملعب او بعض اللاعبين بالتحديد عشان ما نعممش ولا المدير الفني مارسل كولر وهل كنت متفق مع التشكيل من البداية او لا طبعا اكيد مش متفق خالص مع التشكيل او مع التشكيل في ايه بقى اقول لك ليه انت النهاردة لعبت بقى لك فترة بتلعب التهذب اللي قال ليو دين حمدي فتحي والسولاي وقفللك الملعب مع اي فرقة بتلعبها زي كان المستوعه قوي ومستوعه ضعيف قفللك وسط الملعب طيب احنا لعبنا اوكلند والسياتل بيه اربعة تلاتة ثلاتة وبحمدي طيب انت ليه غيرت النهاردة طبعا بتلعب بقفشة ليه بتبدأ بقفشة ليه ما تخلي قفشة ورقة معاك زي المبارات اللي فات تمت ديه ربعة ساعة تلتة ساعة ده اللي كان المفروض يحصل الحقيقة وتمان في مشكلة كمان في عدم الحقيقة لعب البدء بحمدي فتحي ان حمدي فتحي كمان كان بيقفل مع هاني يعني كان حسين الشحات ومحمد هاني وحمدي فتحي بيقفل معاهم فبالتالي الامور بقت صعبة جدا على محمد هاني محمد هاني عامل مبارات كبيرة جدا لكن انت ده مفيش اي كورة الرجل بيستلمها الا بيقع من باس برينت محمد هاني النهاردة تهلك سرعات وقد ده كويس بصراحة كويس جدا لكن كان محتاج مساعدات كان محتاج مساندة طبعا صعب جدا كان محتاج مساندة الحقيقة بحمدي فتحي وحمدي فتحي كان ماشي بشكل كويس اوي للفط الفاتحي برضو في مشكلة النهاردة في حيات التغيير انا النهاردة استخدام التغيير المتأخر اوي لانت بتلعب بريال مدريد يعني اللعبة بتاعتك استهلكت بدنيا طب انت ليه تأخرت يعني تأخر بشكل كبير جدا يعني حتى اللعبة انا فيه لعبة دخلت مدخلتش جوه الجيم ملحقتش 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 يخش الجيم وفي نفس الوقت اللي هم اخدوه لا ميلحقوش يخش جوه الجيم فيه يمكن احنا طبعا عملنا اشهادات كديرة اوي الحقيقة بمستر كولر الحقيقة في المتشاط اللي فاتت وكان بدير بشكل قوي جدا جدا وشكل مميز جدا طبعا طبعا النهاردة للتشكيل الحقيقة خروج حمد فاتح ده يعني مشكلة كبيرة جدا انا قابل اوكلاند بأربعة ثلاثة ثلاثة وقابل ريال مدريد تيم اقوى تيم في العالم ألعب بأفشة طبعا هقولك حاجة فترات كتيرة جدا انت أفشة سبب نص بلعب تاخد منك لان الواجبات الدفاعية الأفشة النهاردة مفيش مزي حمدي مزي حمدي خالص وانت كمان يعني انت وصلت او وصلت مع حمدي ان انت بقيت تديه الواجبات ان يخش الثمانتاشر وبينجح فيه ونجح يعني مش لسه هينجح ده نجح ومبارات كلها اللعبة حمدي وبدخلوا الثمانتاشر ده سبب رئيس ان يصنع اهداف زي مبارات زمالج في المبارات اللي بعديها ان هو يجيب جول طب اه يعني ايه يعني انا مش شايف اي مبرر رحية لتغيير الحمد فاتح كان معنا المهندس خالد مرتاجي دلوقتي امين صندوق النادي الاهلي كابتن صلاح وكان وضح اول نبرة الحوزن وبيتكلم على ان النتيجة متدلش ابدا على اداء النادي الاهلي والنتيجة كبيرة وده اللي مخل البعثة كلها زعلان يعني شايف ان حقهم ان هما يزعلوا ان الاهلي كان او جمهوره بتحديد اتعشم بشكل كبير تبقى لمجريات المباراة انه ممكن يتعادل او ممكن يكون النتيجة اقل من كده بكتير شوف اول العشان ده شيء تاني ببعيد عن الكورة لكن مجرات اللعب اللي احنا قلنا عنها في الملعب اللي يسأل عنها المدير الفني هي اللي خلت النتيجة كده ممكن كان اكتر من كده لكن خبرات النادي الاهلي القليلة بالنسبة ريال مدريد مسعفتش الاهلي في احراز اكتر من هدف مع ان النادي الاهلي هاجم في بعض الفترات وضيع لكن خبرات فرقت فانا بقول المهندس خالد هو على النادي الاهلي على تاريخ النادي الاهلي النتيجة كبيرة هو عشان كده زعلان او الناس زعلان لكن مع الريال ومش الاداء بتاع اللعيبة التكتيج المحطوط للعيبة او التشكيل من المفترك جدا اربعة وشوية كان انته بقى زيادة ولكن كان في مجاسفة من كولر ها طبعا طبعا انا بقول لحدك في الاول ايه لازم تصدق انت بتلعب مين غير انت بتحترم الفرقة لان هما مراهقين لسه لعبين اعتقد يوم الحد اللي فات وجوم امبارح اعتقد اتمرنه والنهاردة المباراة يعني بالنسبة للراحة انت لعبتك مرتاحة اكتر صح افشة كان عنده نازل برد ومش اجهز لانك انت في الفترة اللي فاتت بتاعت المشاط المصري انت ادد حمدي مهام هجومية وهو عنده القدرة من الناحية البدانية ان يقدر يقفل زي ما رمضان قال على الناحية اليمين او ناحية اي ان كان تكتيج لكن انت خليتش ريف لوحده مفيش حد بيساعده خالص حتى ديانج ده تده عنده شيء من خوف انه يهاجم ويرجع الملعب فاضي طبيعي حق ويخص فالمهندس خالد اه يزعل كاهلي خسر اربعة لكن هي وضع طبيعي لللي حصل من التكتيج لللعيبة فده وضع طبيعي انا اقول وضع طبيعي هل انت مختلف بس يا كابتل ما حتت حدي فتحي وافشة ولا كان فيه مثلا مراكز اخرى كنت شايف ان فيه يبقى حصل فيها بعض التغيرات مثلا كممكن هل انت مع ان حسين وعبدالقادر وشريف هم اللي يبتدوا ولا كنت مع طاهر يبتدي ولا بيرسي تاو على حساب شريف ولا هوا قصة كلها في حد يفتحي لا لا انت لعبت الماتش او اوكلاند بين التلاتة الفراو ده هم 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 صح لما غيرت الماتش التاني النتيجة تأخرت قوي صح واحد غير تلاتة فبطبيعي انا كمدير فاني بارجع لإيه للفرقة او اللان الفرد اللي هو كسب تلاتة ده حقيقة صح هو بدأ صح بدأ الفطاة الامامي صح الشحات مطلعش اه حق وجهة نظر انا او بصراحة خلاص نص ملعب كان لازع فيه تغيير بادر شوي حتى لو بين الشوتين تخسران واحد ما حصلش هو مجبر في الخطوط الدفاعية اللي ما عندوش تقولت رمر بي عند حيات وفاة وياسر لسه مش جاهد بياسر مش جاهد فأهم اللي اربعة الموجودين وبقالهم فترة بالعب بصراحة يعني لكن يعني انا مقدرش اقول للعيبة انتو قصرتو لان اللعيبة هجمت ودفعت ولكن نص ملعب واضح ان كان فيه مسحات كبيرة جدا وكان الوصول لخط الدفاع والشناوي بتاع الاهلي سهولة جدا بيروح انت محمد مجرد ان هو لعب اتنين النهاردة خلي بالك اليو ديانج اجهد او ما تغيرش عشان وحش اتغير عشان حوالي اربع خمس كور مفروض يعمل فيها سرعات عشان يستخلص ودي حاجات اليو ديانج مش اقدر لدرجة ان هو يعني بيهيحتل عشان اعاوزي فطبعا اهلكت السلية واهلكت الو ديانج وهم اساسا الفترة اللي فاتت ازاي اقولك بيشيروا التحميل ده على التلاتة يعني حمد فتحي بيقفلك الحتة اليمين الو ديانج بيقفلك حتة العمق والسلية بيقفلك الحتة الشمال الحاجة التانية شوف رغم ان عبدالقادر من اللعبة المميزة جدا 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 لكن انا مع ديال مدريب مقدرش ابدأ بحسين الشحات وابدر باب عبدالقادر ومحمد شريف خطأ كبير جدا برضو من دن الاخطاء اللي هو بدأ بيهه التشكيل انه بدأ باب عبدالقادر وليه طبعا بص انا هقولك حاجة مين يلعب مكان طاهر لان طاهر هيعمل مساندة على علي وهيقدر يدافع وهيقدر يرد وهيقدر يلتحم بكوه ومع ذلك والله يا عبدالقادر عمل ماشي كوي انا بقولك اول كان كويس جدا كان كويس جدا اللجوم بتاع رامة دي الناحة التانية يعني النهاردة حتى معلول انا مش باين اول اه هو هو التوق اللي عندهم في الحتة الشمال والعبدالقادر كان كويس جدا والله انا بقولك عبدالقادر عامل جيم كبير جدا لكن انا كنت ممكن ابدأ بطاهر على اساس ان انا بلاعب تيم كبير وامن وبتاعدين قدي مثلا عبدالقادر مثلا شوت تاني او قدي له مثلا خمسة ثلاثين دقيقة ثلاثين دقيقة الملعب تقفل عسل انت وانت بتلاعب الحقيقة ريال مدريد لا لازم تعمل حسابات كتير جدا يعني ماينفعش ان انا زي ما بقولك انا اه ماشي عبدالقادر بيمسكوا الكورة وبعمل لك خطورة وبينقلك والحاجات دي كلها لكن في نفس الوقت برضو تعيفنا بوص الملعب وتحميل على وص الملعب كمان خاصة انا مفهومش التلاثة انت بتعليه اه مفهومش التلاثة اللي احنا اتكلمنا اتفقنا كلنا عليهم الحقيقة الحاجة التانية حسين الشحات افضل لعيبة عندك في المباراة انت بتغيره ليه وبعدين حسين الشحات ما شاء الله بدنيا كواس قوي لان هو بيعمل حتة الميت متر مع مساندة محمد هاني بشكل قوي جدا وفي نفس الوقت هو اللي نقلك في التلت الدفاع اللي في رئيب ريال مادريد طب انت بتغيره ليه هو مش المجرد ان انا بغيره وخلاص لا هو كان زعلان كمان يعمل كبعة فيه كمان فيه كمان انا في رأيي كمان محمود بتدولي النهاردة مش موفق كان لازم يفكر يعمله التغييرة بدري يعني بعد الشوت ملا بقول عشر داقي ياسر يالحما ياسر يا جماعة مش محاول ماشي ماشي محمود متولي النهاردة لأ مشكلة كبيرة جدا مشكلة كبيرة على فكرة اقرب واحد كان ممكن يلعب مكان متولي النهاردة حمدي فتح اه او ان انت بتلعب حمدي فتحي او او اقولك حاجة لا انا اقولك حاجة يا مير معلشي او انت كمان كنت ممكن تغير طريق اللعب لو انت النهاردة بقى انت بتلعب تيم كبير يبقى بتقفل بتقفل مساحات بشكل كويس قوي يبقى انت النهاردة لو عملت محمود متولي ومحمد عب مينعين وبتلعب حمدي ثالث زي ما ما تشاهدت كتيرا جدا اوه وخليها فتح موجود وخليها فتح موجود برضو نفس الحكاية خليها فتح عمل مركز المساكل حتى اقولك حاجة حنت تغييرها النهاردة ممكن كنت تعمل خليها فتح بمحمود متولي لان محمود متولي جاله فترة خلاص فيه بط وهقولك حاجة بلعب برضو بصراحة احنا بن إيسو يحملوا البطيق ليه بلعب مع فينس الجول هل كان الافضل لكابتن انه تغير مكان حمدي بمنعم يعني منهم عنده سرعات شوية فيلعب هو نحيت كمساك نحيت بني صعب صعب يعني في خلال يومين ثلاثة صعب لان عبدالميل مرتاح هنا وبيجادة ومتولي هنا بس سنة البط او الخطأ بتعجون الاولاني عمل هزة شوية لكن شوف خلينا نتكلم كلنا وبنقول ده وحش وده مش كويس لان نص الملعب هو اللي كان فيه خطأ تاخد بينك تاخد بينك الخطأ ده يعمل كلنا كاليفة كتير دي حاجة كانت واضحة جدا في الحقيقة لكن الاهلي في كل الاحوال عنده مباراة مهمة يوم يوم السابت ساعة خمسة نص معفل كيف يتدارك الاهلي هذه الكبوة المؤقتة وما تعتبرش كابول انت بتلعب ريما دريد برضا بس النتيجة تقيل على الاهلي وجماهيره في كل الاحوال وفي الحقيقة يعني ازاي الاهلي يفكر في مورب مجولة كترون على فاكرة قبل ما نبدأ في فالمينغو الحقيقة انا بقول النادي الاهلي لو تديها تسعين يعني النتيجة اتنين و تسعين يا كابتن اتنين و تسعين اتنين و تسعين نتيجة نتيجة عادية جدا يعني يمكن احنا زعلنا كلنا ان النتيجة راحت الاربعة هو دا الزعل لكن الحقيقة هم مقدمين جيم كواس اوي مقدمين مباراك كواس اوي الحقيقة لكن هو بقى برضو في نقطة مهمة جدا هو المدايق كابتن جميل الاهلي دلوقتي ايه اه النتيجة الاربعة الاربعة ايه الجوم في قد ايه ايوة ايوة الجنين اللي في الاخ ممكن نطلع اتنين و واحد و مبسوطة ناس كانت مبسوطة جدا مش عشان الهزيمة لا كنا عشان الاداء يعني الاهي عامل و عندك فرص انك تجيب كورية افشة و كورية طاهر و فيك اكتر من لعبك ممكن تروح بيه هو ده المدايق جمهوري النادي الاهلي في الحقيقة فهو بالنسبة لفلامينجو يا امير لازم يعمل تغيير يعني لازم يعمل تغييرات لان هقولك حاجة مباراة الحقيقة سياتل واضح فيها ان فيه لعبة مجهدة مجهدة بشكل كبير جدا انا النهاردة عندك خلال عفتاح ممكن يشتغل الحقيقة في حيطة المساك او حيطة الباكريت لان هاني النهاردة يعني بطل بطل بس اتهلك يعني المباراة النهاردة النهاردة بتتكلم من يوم السبت برضو فترة بسيطة جدا يعني مش هلحق طبعا بس انت محتاجين طبعا انا بقولك ما انا هقولك حاجة انت ممكن تلعب هاني بس تلعب الحقيقة انا في رأي نلعب محمد عمين عمو خالد خالد عفتاح لازم يعمل تغييرات نص ملعب لازم ترجع تاني لحالتك اللي انت لعبت بيها لتشهيلك اللي انت لعبت بيه او اللي انت مثبته بقى لك فترة انا ما ينفع انا يعني دايما بقول حاجة بالنسبة لمدير الفني انا ما ينفعش ان انا اصل لتوليفة وتوليفة تعمل لي اداء مميز جدا ونتائج ايجابية وبعدين ابتدي اغير فيها انا ليه بغير يعني طبعا ان هي بتديج المغموط انت عايش اداء والنتائج ايجابية فخلاص انا ما هغير ليه هل طمع كولر في المباراة كلفه اه طبعا هو طمع اه طبعا هو طمع فعلا في المباراة بن قبل ما تبتدي بن قبل ما تبتدي هو في تشكيله في طمع في المباراة هو قالك ان الفرقة جاية مجهدة واللعبين مباراة ونفسيا مش عارف ايه والحاجات دي كلها فانا هلعب عشان اخلص المباراة من الشوت الاولاني اقدر اجيب جول في الشوت الاولاني عشان كده هو لعب بقفش لكن انا في رأيي ان ده القرار خاطئ مية في المية ان انت تلعب بأفشا بصراحة منطفق معك مليون في المية يعني خطأ كبير من كدر النهاردة بالبدء بأفشا على حساب حمدي فاتحي لان حمدي فاتحي اولا بيجيد الواجبات الهجومية اللي كان مكلف بيها في المباريات الاخيرة مع النادي الاخير ومنها مباريات كبيرة زي مطشل الزمالك فالراجل بيكمل وبيقديها بشكل ممتاز وبيقدي المطلوب منه بالحرف بشكل ده كان الرجل المباراة في حوالي ثلاث مباريات بخلاف كده كبير هو بيجيد كمان الجوانب الدفاعية انت بتلاعب بواسط ملعب هو الاقوى في اوروبا وصحالة مودريتش شاوميني كروس اه طبعا طبعا فهو الحقيقة اتمح في المباراة يعني للاسف شيء حساباته حساباته كلها تخطيئة الحقيقة يعني بداية التشكيل اخطأ بشكل كبير جدا جدا وهو خلي بالك هو مش حكاية ايه ان انت تقول مثلا حمدي فاتح ملعبش او لعب حمدي فاتحي عدم لعبه اصر على اليو ديانج واصر على السلية صح كبير الاتنين بزولوا مجهود رهيب ورغم ذلك مقدروش مقدروش ان هم يشتغلوا هم الاتنين على التلاتة اللي بتوع مص الملعب الحقيقة في اليوم مدين عملوا مجهود كبير جدا بدليل ان انت اليو ديانج اللي هو القوة الكبيرة جدا اللي عندك في مص الملعب انا بعتبره من افضل الديفندرات اه تاعب ده نجيه في حوالي خمس كور في الشوت التاني خلاص يعني كورة هنا كده وهو يروح لها مش قادر هو عشان كده هو كمان غير فانت يعني تعرف ايه مراكز كدير جدا يعني فقطت وسط الملعب وده اللي انت كنت بتمتلك والحقيقة وبتعمل بي نتائج ايجابية وفي نفس الوقت حتى افشة اللي انت ديت له مداش مداش حاجة وهو اي غير انا ما طبعا في الحد الثلاثة اللي قدام هيغرع على الاتنين طبعا لانك انت برضو نفس الحكاية يعني انا زي ما بقول انت ديت حمد فتحي واجبات هجومية ودل اول مرة حمد فتحي اشتغالها السنة دي وانتك فيها بشكل كبير جدا بشكل مميز جدا زائب ان حمد فتحي عنده الواجبات الدفاعية ده وحش فواصل ملعب مع وقحوش والسلية لكن انت يعني انا في رأيي ان هو اخطأ خطأ كبير جدا 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 النهاردة ويمكن هو سبب الخسارة اللي هي تروح للاربعة من نجوم الاهل يا كابتن ودف نظرك في المبراءة انا ضد بصراحة ما كنت ان يبقى في نجوم في فرقة او كان عمل مبراءة كويسة بعد هزيمة كبيرة زي دي بس ده بما اننا بنتكلم على فرق بحجم ريا المدريد من النهاردة ما كانش هايب الموقف وكان عامل اداء كويس حتى لو اكتر من اللاعب من وجهة نظرك الشناوي فيه الشحات الشحات لأ شوف والاختبارات الدفاعية ما تقدرش تحكم عليها اكتر واحد هاني احسن واحد فيهم هاني لكن بالنسبة للاربعة اللي دخلوا مش هتقول المدافعين كويسين لكن نقدر نقول الشحات الشناوي قلل النتيجة عن كده كمان وصد ضرب الجزاء اعتقد دولا مهاني مهاني طبعا مهاني فترات كبيرة جدا النوت احسن واحد احسن ناس مستوام طول المباراة سابت لكن الباقي فيه اختلاف يعني باقي كان باقي شوية طيب خلينا نروح لفصل سريع بعد الفصل نضمننا الكابتن الكبير كابتن أبراهيم سعيد لمزيد من الحديث عن مباراة الاهلي وريال مدريد اللي انتهت بفوز الريال بنتيجة 4-0 يتأهل مباراة نهائية في مواجهة الهلال وفي مقابل اهلي حيقاب الفلامينجو على المركز التالت ان شاء الله كل التوفيرين الاهلي بعد الفصل حينضمننا الكابتن أبراهيم سعيد استنوا اهلا بحضراتكم مرة تانية بينضمننا في هذه اللحظات الكابتن الكبير كابتن أبراهيم سعيد كابتن أبراهيم ازاي حبيبي حبيبي والله وبعتزع التأخير وطبعا تحياتي ليك وكابتن أحمد صلاح وكابتن أبراهيم السعيد رغم للأداء كان كويس ان طبعتك ايه ورأيك في المباراة بس والأهلي عشمنا بالمباراة من البداية احنا خد بالك برضو انت بتلعب وصات فريق كبير ريال مدريد اسمها ما شاء الله يعني عندهم فوارق فنية داخل الملعب يقدر يعملك الفارق وسرعات وتركيز وبين عليهم النهاردة من بداية المباراة ان هم نزلين عمجين حساب للنادي الأهلي تحس ان هم مجدودين عايزين برضو يحققوا نتيجة إيجابية بالنتيجة خصوة كمان الخصوارة الأخيرة ليهم برضو دي فرق معاهم فجاي عايز يرجع السيكوة نفسه حتى باين على أنشلوتي وهو باين واقف على الخط ان هو مشدود يعني مركز تركيز للمباراة فالنادي الأهلي يعني جات لنا فرص كتيرة جدا في بداية الشوت الأولاني لعبة النادي اللي هي ما قدرتش تستغلها ليه معرفش وعفقة دخلت في الجيم يعني معاهم وبقيت ندي ليهم صح لو في استغلال الفرص دي ورغب أن انت كان عندك مساحات الفرق الكبيرة دايما اللي بتيجي تلعبك بتلعبك في عندهم مساحات تقدر تستغل لها النهاردة جات لنا الفرص عن طريق حسين الشحات عبدالقادر محمد شريف ما قدرناش نستغل الفرص اللي جات لنا وكانت فرص سهلة جدا وصادر مرمى ودي أثرت على المبارا رغم أنها ممكن تكون خليتك بيت نيد الريال مدريد بس الفرص اللي زي دي لو ما استغلتهاش أمام الفرق الكبيرة بتتصعب عليك اللهم الخصوص أنهم عندهم فوارق عندهم مهارات عندهم سرعة التحرك بتاعهم يعني احنا بنتفرج على غرفات نيد مدريد الناردة في الجزء الهجومي تحرك غير طبيعي لمسوا لعبة وتحرك ومساحات واحد ضد واحد دي كل حاجة موجودة السرعة بالرشاقة بالكوة ربطين مع بعض في تلت الهجومي ربطين مع بعض بشكل يعني مميز رودريجو وبينسوس يقين كفة مش طبعية لا 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 موجودة بس هو ده اللي خلى ريال مدريد يتغلب عليك الفوارق الفردية دي الواحد ضد واحد دي دايما بتفرع في المبارات الكبيرة النهاردة برضو خد بالك فيه نقطة أهم أن أنت كنت نيد وبسبب خطأ فردي برضو أنا مش مش حابب أن أنا أحمل المسؤولية على متولي سازج آي آي سوري كان ممكن تتفادا يعني يعني الكرة قدامك روح أقوى من كده فيلها لسه تكلف من دي والله كبت في الحاجات الدفاعية دي لازم بتروح بتحط رجلك بكوة منفعش تبقى ضمينها بنسبة 100% لأن الحاجات اللي زي دي بتبقى غدارة خلاص معدول بس معدول بالذات كمان غدارة كمان في نقطة أن أنت تعتبر أنت آخر واحد يعني آخر واحد في الملعب فالغلطة منك بتروحها على المرمى على طول سقة مبالغ فيها أفنا سقة مبالغ فيها لا هو معرفش كان إيه التفكير بساعتها هل هو ضمانها زيادة عن لزوم هل هو مقدرش التوقيت التوقيت بتاعه أنه هو يقطعها لأنه بصراحة حتى رفعت الرجل بتاعته هو خايف يعني مش داخل بكوة يعني في الحاجات اللي زي دي بتروح بس ده هو المدافع محمود هو اللي يعمل كده طب لو لك روح تحط بكوة رغم أنه نفهاش التحامة كبيرة نفهاش أي التحامة بس بسرعة أو كوة يروح هو ياخد الكورة ولمس الكورة طبعا الهدف ده أكيد فرق أكيد فيه فرق أنه أنت تخرج ما بين الشوتين في قط اللبس متعادل وبتبقى حتى لو أنت نازل مجدود للمباراة عمل أهمية كبيرة جدا ليها مع الضغط الإعلامي والضغط الجماهيري خروجك الشوت الأولاني وصد فريق برضو بحجم باسم ريال مدريد أنه أنت تخرج متعادل فدي أكيد كانت هتفرق معك بشكل كبير جدا له قط اللبس طبعا نزلنا الشوت التاني الهدف على طول فده شيء طبيعي أنه أنت المعنوات يبتدي تحبط ويبتدي يبقى فيه خلب ويبقى فيه أخطاء وده اللي حصل ومع ذلك رجعت رجعت بس ما قدرتش أن أنت يعني التمركز بتاع دايما أي فريق ناجح هو التمركز إيه اللي نارده اللي فارق ما بين ريال مدريد عن نادي الأهلي التمركز التمركز اللعيب هو قوفهم صح القوف صح جوه الملعب بيفرق بيديك رؤية داخل الملعب بتقدر تستغل المساحات النهاردة حتى بعد الهدف المعلول إحنا قلنا المباراة ترجع بس اجتدت المساحات زيدي واختربنا من العودة والله يعني الأهلي كان اقترب من العودة فرصة أفشار فرصة طاهر ما هو عدم استغلال فرص أي عدم استغلال فرص ودي النقطة اللي أنت كلمت فيها عشان كده أنا عايز أقرالك تصرحات أو أقرالكم تصرحات كولر دلوقتي بعد المباراة قال حاجة مهمة قوي قال لك الفريق لم يستغل الفرص بشكل جيد وسنكون أفضل في المستقبل أول رجل نفسه بيقول أن الفرص إحنا ما قدرانش نستغلها فبالتالي ده اللي أدى للنتيجة دي قال لك إنه بيشعر بالإحباط الشديد بسبب الخسارة أمام ريال مدريد في نصف نهاية كسر العالم وإن الفريق كان يتطلع لنتيجة أفضل خلال المباراة وده كان واضح من التشكيل اللي هو بدأ به أوضح كان الفريق بدأ المباراة بشكل جيد لكن ما استغلش بعض الفرص اللي أطيحت له وتحلل بالشجاعة بعد اهتزازه ومعه بالهدف الأول وأشار كله إن الفريق يتحسن بشكل كبير وسيكون أفضل في المستقبل وأنه يتولى المسؤولية منذ عدة شهور ويعمل بشكل مستمر على تطوير مستوى الفريق وقال إنه يتفرج على مباراة الهلال وفلامينجو وعرف نقاط القوة والضعف عند الفريق البرازيلي بخصوص المباراة اللي هتتلاح به مسابت المقبل إن شاء الله ما بين الفرقتين على المركز التالت كابتر رمضان ليك تعليق على التصوير حد؟ طبعا ليه تعليق إنه هو بتكلم على الفرص آه ماشي الفرص فيه حسين الشحات فيه طاهر فيه كذا في الحقيقة فرص جات لنا وقده ممكن نحن نسجل منها ولو سجلنا منها كنا خشنا في المباراة نخلنا مباراة في شكل غير كده لكن أنا برضك لسه بغاية دلوقتي بحمله هو مسؤولية إن أليو ديانج يستهلك إنه عمر السلية ما يقدرش يكمل على أساس زي ما قلت لك إنه إحنا أقول لك حياة أنت زي ما يكون بدأ ناقص واحد بدأ ناقص واحد آه آه أفشم في الواجبات الدفاعية مش هديك خالص خالص وعمل يعني يبقى فيه مجهود كبير جدا على أليو ديانج والسلية ما قدروش يقفلوا الوس الملعب قبل ما تتكلمني على الفرص اللي إحنا ضيعناها كلمني الأول على إن التشكيل أنت بدأت بيه غلط والتشكيل مش بدأت بيه غلط كفرض يعني كحمد فتح وآه 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 لأ من تأثرت على الأليو ديانج وعلى السلية وفي نفس الوقت أنت كمان حمد فتح اللي كان بيقفل لك كمان مع محمد هاني في ناحية اليمين حمد فتح كان بيميل ناحية يبعسين الشحات زي ما قلنا ومحمد هاني وحمد فتح أنت خلاص برضك محمد هاني استهلق بشكل يعني أنا متهيق لمسلا محمد هاني ممكن زمنه دلوقتي يعني نام ولا مش قادر حتى لأن ده ما فيش كل كرة بيعني بس برينت الراجل ما بياخدش كرة كده في مساحات ده بياخده بياخده في 20 متر في 15 متر لمحمد هاني بطر ناظبت محمد هاني خضعوا لإكتبار كشف المشروط يعني هو هو سبب سبب رئيسي برا ان احنا ضيعنا فرص لا سبب رئيسي ان احنا نروح للنتجة دي سبب رئيسي طيب كابتن صلاح انا عجبني جدا تصريحات لعبت الاهلي بعد المباراة خلينا اقول لك بعضها يعني معلول قالك احنا قابلنا افضل فريق في اوروبا وحن اعمل على تصحيح الاخطاء خلال مباراة فلامينجو صناقات للفوز بالبرونزية دي حاجة برضو اه ايجابية يعني فشايف ان خلاص اللعيبة وثقافة النادي الاهلي اللي الناس متعود عليها ان انت دايما سواء كسبت او خسرت بتفكر في اللي جاي ده اتدى من اللحظة دي اكيد طبعا للوضع طبيعي ام بعد المباراة لو انا عندي قناعة جواي ان انا اخسر سبب من نتيجة من ريال مدريد ده انا طبيعي طبيعي اه لكن علي ان انا اقول لجمهير النادي الاهلي ان انا مش هتنازل عن البرونزية ده مهم فبيفكر في المباراة الجاية ام ومباراة صعبة طبعا اه وزم احنا متفقين في بعض اللعيبة مرهقة ام فايتم التغيير فهل التغيير ده هيهديه كلر للتشكيل امسا لانه هو يدى بيه صح ام عكس النهاردة لانه هو بيقول حاجة ودهاتي انا مش عايز اقول من الصياغ الحديث انه هو بيحمل اللعيبة اللي ضاعت اهلاف اه هو مش مسؤول لكن هل التشكيلة بتاعتك الاولى كانت تدي احاق ان الناس مركزة ومع ان هي بتحترم الاريال مدريد بس هي اه ما صدقتش ان زي ما قلت حاجة بتلاعب الاريال مدريد فعملت مساحات كبيرة ام رغم ان هم بعد عشر دقائق دخلوا في الجيم ام وضيعوا لكن اللي بيضيع بيستقبل طبعا مع فرق الخبارات وان دفاع نادي الاريال النهاردة ومش كل يعني خاصة القلب اللي هم لعبوا فيه ما كانش كويس ده السبب المباشر في ان انا مركزتش لغات النهاية ان انا اقف زي ما كابتان الاريال اقف صح والنتيجة اتنين واحد درهيم قوي صح وعندك ثمان دقائق لكن بالعكس خش فيك انت جونين وانت مش قادر تجيب جون فإما التركيز بتاعك راح يام انت با بتفكرش لا وهو برضك حصلت مجاسفة جدا انا النهاردة النتيجة اتنين واحد وهو يعني ابتده يفتح الملعب بشكل كبير جدا يعني ابتده يروح يضغط من فوق وابتده فيه كسافة فوق فتحت انت خلاص عددك بقال بس اعيد اقول لك الحاجة كابتان برضا كان بصراحة جدا ما هو لما عمل كده رحنا بفرص وضعت ماشي ماشي حاجة برضا اصدت على الناحية دفاعي بس انت برضا اصدت كمان بتولي النهاردة مش في حالته ونص ملعب فضي ونص ملعب فضي اصدت اقولك حاجة طب النتيجة تلعت النهاردة بعد نهاية المباراة اتنين واحد كلنا كنا بقى فرحانين كلنا هنبقى سعداء وفرحانين لكن ان انت تفتح الجنب الشكل دوت ومعتيما عنده سرعات انت بتتكلم في ايه عارف مسلا لو بتلاعب فرق عادية ما عنده السرعات فوق في التلت الهجومي مثلا عادي ممكن تقوم عامل كسافة هجومية واللي ورا هيقدر يلم لكن لا انت اي حد بيستلم الكرة سرعات رهيبة لا وفرها اللي هي تعتبر اسما كبيرة طبعا طبعا عشان كده يعني انت بجيبتش جورة ومتضرب الجزاء ده خطأ لكن مش مفتحين لا لا ما سابوه لكش مساحات ما سابوهش مساحات يغب انهما كان عندهم ناردة كابتن مشاكل دفاعي كتير جيد بس اللي فرع معهم عودة أقلابة اه أقلابة اللعب ما لعبش باكلفته هو اللعب مساك مساك ورا لكن اللعب يعني كان الأمال كلها والناس كلها بتفكر ان ناتشو هو اللعب بقى مساك تاني تمام جامل روديجر فبالتالي ده ممكن تلعب على ناتشو مع كامافينجا فبالتالي حتة دي تقدر تستغلى بشكلك واسعودة أقلابة أعتقد فرق كتير او في دفاع ريال مدين كابتن إبراهيم تلوم كولر ولا تلوم اللعيبة النهاردة على الفرص اللي ضاعك ولا كولر على التشكيل من بداية المطش ولا تلوم كولر على عدم بدء بحمد فتحي ولا بتشوفها ازاي من وجهة نظرك اللوم يقع على مين يعني بس هو طبعا يعني أنا برضو مش عايز يبقى فيه لوم على الجهاز ولا اللعيبة لان خلاني تكلم برضو ان فيه إيجابيات النهاردة النادل أهلي عمل مباراة كبيرة طبعا يعني دي حقيقة يعني أداء مميز جدا سرعة تحرك بس عدم استغلال فرص دي عدم تركيز يعني أنا شايف النهاردة يعني بس الفرص اللي بتجي لك وصد فرقة كبيرة وصد زي ريل مديد لو ما استغلاش خاصة الأمور تصعبت عليك صح فطبعا بس يعني اللي أنا شايفه ان شريف النهاردة ما كانش في حالته كان عنده بعض الأنانية طبعا كان عنده بعض الأنانية شوية في واحدة اللي هو عملها لحمة عبدالقادر في الأول والمية في المية ما ده لسه أشكر كده السه بكالفة حاجة يعني عنده جزء أنانية النهاردة شوية والمبارات اللي زي دي ما ينفعش كنت مع شريف يبتدي؟ ولا تاو ولا كهرباء؟ بس يعني لو هنتكلم عن التشكيلة ممكن اختلف في أفشة بس بس إيه لو لو انت بس يطلقه مش هتلاقي التشكيلة وحشة بس إذا على حسب حالة اللعيب على حسب تركيزه على حسب آآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآ بس عنده الحتة الى الاخيرة. يعني والله بجده كابتن يعني من اللعيبة الكويسة قوي اللي في مصر دلوقتي انه يمسك الكرة وبيروح. بس عنده الفينش بتاعه هو ده اللي مأخره شيء. بالزبط. لو ركز في الحتة دي والله يبقى من احسن اللعيبة في مصر. طبعا. ويقدر يلعب في الحتة دي كمان مع منتخب مصر. لانك انت الحتة بتاعت عبدالقادر قليلة جدا في مصر دلوقتي. فهو عمل مباراة كويسة. الشحات كان في بداية المباراة. هاي. في بداية المباراة كان ما كانش يعني تركيزه كان اهل. بعد ربع ساعة ولا تلدي ساعة بتده يبقى عنده الجرأة ان هو يعدي. برضو لو الشحات كان في الحالة بتاعته الفنية العالية. انت النهاردة يعني واحد ادي واحد عده كزا مرة. لو مركز في العرضيات. انه هو دخل المطش متأخر. لكن ادى. في عدد. في عدد. في عدد. 15 ديئة. هو المشكلة النهاردة اللي قبلت النادي الاهلي في في الجزء الهجومي الفنش. وعدم التركيز. في الحاجات اللي زي دي انت مدام ما عيفتش تحرز هدف ما قدرتش تخطف المباراة بتتصعب عليك انت قلت الفنش. هقولك بقى حسابات المطش. ماشي لانه في مفاجآت يا جميع. انت حاولي انا. انا جايلك. انا جايلك. انا جايلك. انا جايلك. انا جايلك. انا 34 تزديدة لفرقتين. ماشي. التزديدات لصالح ريال مدريد 19 تزديدة. لصالح الاهلي 15 تزديدة. شايف الفرق يا كابتن. اه. التزديدات الصحيحة 11 لريال مدريد 5 للاهلي. ماشي يا كابتن. التزديدات من داخل المنطقة 14 لريال مدريد 12 للاهلي. انت شايفي. فيش فرق الليلة ليه. هو الفرق في ايه. في اللي حسم الهجمات. اه. يعني اللي حسم. لو هم. ان شاء الله يعني الاربع فرص اللي راحوا بيهم حطوا الهدف بيه. اه. لأ وفي فرصتين في اول مطش واحدة الفينيسس. اه. 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 اقول دي مثلا يعني فيها سوق حظ. اه. اللي جاتل حظ. بس اللي هي الحاجات اللي هي اللي مواجهة للمرمى. احرزوهم. ما هي دي. وانت برضو خد بالك. يعني محمد شريف برضو كان اكتر من كيف فرصة لي. اه. صح صح. مواجه للمرمى. فالمهاجم اللي ما بقدرش يستغل الفرص دي بتبقى صعبة ايه. طبعا. يعني بتصعب وبتدي برضو حتة كده دايما ممكن كابتر محمد وكابتر رمضان تفهم عافية. انا كمدافع. اه. لما بحس الحتة الهجومية عندي فايقة. وبيقدر استغل الفرص وبيهدد انا بتطمن. اه. لما بنضيع بتتصعب بس مهما مدافع لو جبت احسن احسن مدافعين في مصر. حتى الجيل بتاعنا. بالشكل اللي احنا في اللي شوفته النهاردة في مباراة ريال مدريد. والله لو بالشكل ده الضغط عليك بالشكل المستمر ده. لو انت مين. اه. طبعا. مش هتقدر تكمل. طبعا. طبعا. وخصوصا كمان نهما بيقدروا يستغلوا الاخطاء بتاعتك. وعندهم اللعيبة اللي بتخلص زي ما بتقال. فالنهاردة الفارق اللي ما استغلش الفرص كان ممكن. بص المباراة اللي زي دي لو كنت احرصت هدف في البداية. بص انا عاجل لك حاجة اللعبة دي كانت هتفوق. لعبت اللي اللي كانت هتفوق. جدا. وكلا عندنا بفرصة جدا. جدا. مع الهدف الخطأ اللي تفع من متولي. دخل فيه برضو صعب الدنيا شوية. انا انا شايف وجهة نظري ان توقيت الهدفين بتعريل محبطين. اه ده واحد في نهاية الشوت واحد في بداية الشوت التانية. بص لاحظ في الهدف التانية احباط. احباط. لاحظ في الهدف التانية كابتون هتلاقي اللعبة كلها انا ازف. ايديها عملت كده. بس ده خطأ بقى من مين. انا نازل بين الشوتين. مفروض ان انا في وعندي التعليمات بالروح ان انا اتعادل. او ما يخشي زي موقع تحرك فيها جون تاني. عشان بننزل اول خمس ذي شوتتاني. و انا مش مركز. ده او دي اه كبتل. ده العيبة. ده او دي اي اه. اتحرك اين جيز في هم. اه بجانب محمود بتولي. يعني مجرب بس ان الخطوة انا انا اهفروض مساك. انت عافك اي انت عامل جون ده. اه. من ده مباشرة. اه. الجون جيف او لديها ترمينا في شوتتاني. اه. انا ابيها مباشرة انت كنت عندك فرصة. اه. فالتركيز كم مهين مهين لكن هو زي إحمد تفقين ومريم قال حالة مين اللي ماسك؟ أول المأمير قال لي لو غيروا مع بعض ما مفيش حد ماسك وبيلعب بينهم من الاتنين ده صعب جدا حد يمسيكم واتحرك فسطيهم احرك فسطيهم واتعمل حترشون الأولان ومريدين وضيحها الترحيل المدافعين دي صعبة وفيه نقطة ما ما عامش بقى كبتا هيتفقوا معافي ولا الناد الأهلي بيفتكت قائد والملعب قائد والملعب مش النوم موجود انت قوزك واحد جوة مش النوم مش هيتسمعوا فيه حتى لو بيوجه ببعيد دي حقيقة انا يعني اللي حستاه في الفترة الأخيرة ان كان عندك مذهب في الناد الأهلي أو جوة الملعب هتلاحه سام غالي وقى الجمعة يعني فيه أوقات كده بتحتاج العائب جوة الملعب بيكلب بفاقي محمد صلاح محمد صلاح محمد صلاح اه يعني تعالى مسلا في المنتخب مصر ساعة الكومبو اه اتعدلت بس هو الوحيد اللي راح اشجع اللعيبة انت الحتة دي بتفرق بشكل كبير جدا مع الفرق والكابتن محمد وكابتن ربطان تكيب بتفرق مع الحتة دي ان ان فعلا بتفرق لما يبقى فيه لعيب جوة الملعب بيقدر يوجه اللعيب يعني ممكن لو كان فيه لعيب قائد جوة الملعب في الموقف زي ده يشجع اللعيبة حاجات دي برضو بتفرق بشكل كبير جدا مع اي فرقة كبيرة برضو فيه حاجة مهمة امير مهمة جدا كمان لازم دلوقتي نعترف ونكر بيها الحقيقة ان النادي الاهلي انت رايح طولة كاس عالم اندية وانت هترجع دوري ابطال وهترجع في دور المحلي ومسابقات المحلية اللي موجودة لا احنا الفترة اللي فاتت الانتقرات الشتوية كان لازم ييجي مهاجم افريقي سوبر على مستوى عالي جدا 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 وانشاء الله كانت دفع في اي حاجة كان لازم كان لازم كان لازم ومهم جدا هقولك حاجة انت بتلعب ريال مدريد لو انت عندك المهاجم ده السوبر دوت اه النهاردة جيب له جولين من الحاجات اللي راحت لشريف من الحاجات اللي راحت هل أنت شايف يا كابتن أن الأهلي أسر في الحتة دي؟ أنا شايف أنه شايف أنه إحنا أسرنا في الحتة دي إحنا جابنا لعيبة عندنا مراكزها لكن فيه الحقيقة المركز اللي هو بيخلص لك كل حاجة حتى لو الأهلي كان يدفع 4 مليون دولار في مهاجم أنا في رأيي حتى لو النادي الأهلي هيدفع 3-4 مليون دولار في مهاجم ده مهم جدا كانت تحمل لك مشكلة بطلبسك ما أنا هقول لك بس حاجة طبع بس كان ضروري ضروري ضروري. مهم جدا. هقولك حاجة. ام. لو احنا كنا صفقتين من من اللي احنا عاملين كم صفقة في في يناير. اربعة. اربعة. لو شلنا صفقتين منهم وجبنا مهاجم على مستوى عالي. وسوبر كان افضل. ام. بص هو ده اللي بيخلصتك. انت انت اه شوف المحترفين بتوع الهلال عاملين ازاي. ام. اه لعيبة سوبر. اه. لعيبة سوبر وفرق معاهم. اخي بالك احنا كنا لازم بدل الاربع صفقات. ان شاء الله هجيب صفقة واحدة. ام. وبعد هنا اجيب صفقة. اه لازم مهاجم. اه لازم. لازم. طيب اه كابتن صلاح. المفروض يعمل ايه كولر في مغارات فلامينجو. انا بالتحديد بحب اتكلام كمان على الجوانب النفسية. هو المفروض. والزهنية. يكسب. حلو لا انا عارف انا ازاي يكسب ازاي. احصي النادي الاهلي ما هقولك زي. النادي الاهلي اخر بطولك. طلع الثالث مش كده? اه. يعني ان نازم يحافظ على الثالث. طبعا. لكن الله قدر راح للرابع. ممكن يحصل فيه مقارنة. اه. ان هو ما نجحش. اه. لكن اداء النادي الاهلي بقى صراحة من اول بطولة. لغاية النهاردة جاية جدا. جاية. جاية جدا. اه. اه. وفي ناس ما كدش متوقعن اه بلداء كده. اه. مع فرق اه. اصحاب مستوى ما متفاوت. لكن اخيرهم من المدريد. زي ما احنا قلنا ومش هنقولتها ند وصل ولا ما وصلش. اه. والاحصيات عندك بتقول الفرق اه قليل. معنى كده في نوعية كويسة. اه. لكن فينش. اللي في بعض العيوب المصرية. لما يلاقي الفرقة كبيرة. الانانية. عايز اه بقى انا. اه. اه. انا شايف ابراهيم اتديل وجوله. انا اللي جيبه جواه عشان الناس تتكلم عني. اللي هو الشوق. اه. فده ممكن نهاردة يكون اصر. اصر بشكل الله. بالسلبة على مرحب. في المرحب الحتة دي اه. اه. فده ما الجيش. ده بقى عايزين مش مش كلها. اه. من الكرة ما دخلتش جوانا. وعارف ان انا اناني وابراهيمش عايز يبصيلي مش عارف ايه. لكن النتيجة النهائية النادي الاهلي اجاد بدرجة اه تمانية من عشرة. والله. تمانية من عشرة. تمانية من عشرة في التلات المرشات الخاصة للأرضة. اه. ايه. فعلت بصراحة الاهلي عامل مبراج بيلا جدا. جدا. طبعا. طبعا. مجتنعين تماماً الأهل هيخسر في فرص ان انت تكسب خسرنا واحد اتنين واحد او ضربات جزاء كواس جداً جداً وفخر لينا واحنا دخلنا في التاريخ والعالمية الحاجات دي كلها لكن اللي بوز الدنيا الجنين اللي ملهمش لازمة عملوا فرق كبير فالناس صعبت عليها ان هذا الاهل يخلصهم الهدف الثالث يا كابتن كانت سهل أول الهدف الثالث ده والرابح يا أبراهيم ده واحد ديسة ما زلتش اول لمس اول لمس يعني التركيز غاب عن اللعيبة مش عاجز كابتن صراحة اللي احنا عدينا مشكلة في كواليتي الفينيشر اللي هو اللعب اللي يخلص الكورة يعني مسلا اديك ده اديك مثال بارس جداً في نفس البطولة بيرسي تاو الجنة اللي جابه تصرف هائل مميز جداً منه بهدوء قدام المرمة بيرسي تاو عنده برضو الحتة دي لما نرجع على مطش الاهلي والرجاء في السوبر الافريكي كورة مفروض قدامه حيشوتها لم الدنيا عمديها لم طاهر حطيها في الجنة ده هدوء برضو قدام المرمة هل نحن نفتقد الحتة دي في لعيبتنا المصريين نفتقدها طب الحل ايه؟ التمرين احنا بقلنا فترة نفتقدها الشغل بها التمرين الشغل مدرب الشغل مدرب اه طبعاً على السلام محترف لما اتجبني بعد التمرين كل يوم مش هقول اخلاق صح فانت بتنميلي حاجة انت شايفها فيي ان لو جاتي في المباراة اجيبها بدرجة تسعة من عشرة انا اكمل غط عشرة مع عشرة ان التمرين غير الماتش او المواقف يعني لكن طالما الملكة دي جات لك فانا لازم انا اميها لك عشان فحتي لك انا اعب برا انت هجبها امم شوف الهدف الاولاني جونيور ضح شاجلها مزاي من فال اه اه هو هو ده يعني تزايد من العطوف والات الهدف بتاعه فيه هدف جابه اللي هو التالت اه قاعد بالراحة ماشي خلاص اهدي جوه هدي جوه ال 18 اهو الشناوي تخد الهادي هدي بالراحة الغالة لما يوقع الشناوي ما انا بقولك شوف يعني الهدوء بقى والتمرين التدريب صح يعني شوف ده الشزة والسته احنا اي لعيب عندنا هحطها بتقطع الجليف الارض تخصص! يا تخصص! تخصص ده مفروض ده مهوري! يقول لما عد ساعتاشر واحدة! يقول لما عد ساعتاشر واحدة! خد دا! ساعتاشر واحدة في الجزء! لعما اهل حاجة بتبقى! وديمبي الحامد لله اشتغل الواحد اشتغلها! المواقف بتاعة التمرين! اه! ثاعت الماتش! مواقف الماتش! لازم اللعب قبل الماتش لازم يعيش الاجواب بتاعت الماتش جوا التمرين! من ناحية الفراد من ناحية واحد الدواحد الترابط ما بين نص الملعب والهجومة هو ده كل ده شغل تمرين انا ما عرفش بقى هل دي فيه شغل ليها بيحصل ولا لا بيحصل ولا لا لان الحاجات دي بتفرق مع اللعيب جدا المواقف بتاعت المباراة نفسها اللعيب لما بيعيش حتى المواقف الدفاعية دي بتفرق ولازم برضو فيه ربط ما بين عبد المنعم ومتولي انا ما بشوفش ان هما بيوجهوا بعض احنا دايما يعني كان كابتن عسام الحضري دايما كان ورانا كابتن مش ممكن يعني كابتن عسام بجد كان بيجيب لي صداع بس ده كان لصاق بيجيب لك صداع والله بتكلم بجد عسام الحضري كان اكتر واحد يجيب لك صداع يعني والله انت مساء اسأل والله في الحوار ده وكابتن محمد بيتكلم كتير وده مطلوب برضو بيخلينا ركز لان هو اللي شايف الملعب اكتر مني فالحاجات دي بتفرق لما انا بكت مساء انا اول جمعة كابتن واي الجمعة بنتكلم كان فيه لغة حوار ما بينهم بعض بنوجه بعض فالحطة دي بتفرق جوه الملعب بس يعني متولي ومنعم مع بعض من بداية الموسم عاملين بداية انا بتكلم على اللغة الحوار ما بينهم بعض بس لو بصيت على الهدف التالت هتلاقي محمد عبد منعم وقف وقف صح لو في ربط ما بينهم الاتنين هتلاقي التاني يغطي هتلاقي متولي ممكن يغطي بس اول استعدادات يا امير اول استعداد لمباراة فالمينجو الحقيقة من مستر كولا لازم يقول ان انا اخطأت النهاردة لازم اول نهاردة قال ان احنا مستغلناش الفرص لا مش الفرص بس لا هو اخطأ في التشكيل وزي ما قلتلك التشكيل مش اثر في فرد اثر في خط بحاله خط الوسط بتاعك بحاله تأثر الحاجة التانية انا بس بختلف مع الحدق في داك هستأذنك لو كان مثلا افشا ملعبش كان هيلعب مثلا حمدي فتح في نص ملعب ثلاث طب مين اللي هيبقى كان فيه ربط ما بينه وبينله المهاجمين قدام طب احنا بننعب كده على طول يا محمدي بس اصحاب المدينة هتبقى صعب لا بص هقولك حاجة يا براهي ما احترام ليك كابتون هقولك بس حاجة انت مش اديت حمدي واجبات هجومية ونفزها بشكل كويس اوي وكان ايجابي وكان راجل مبارات في حوالي مباراتين في مصر والمبارات هناك في البطولة طب انا زائد بقى ان انت الواجب الهجوم اللي انت كلفته بي عمله واده بشكل كويس اوي وفي نفس الوقت هو بيدفع بشكل يعني قوي جدا جدا طيب كابتون براهي مصر بما انك طبعا كنت مدافع كبير جدا من ابرز مدافعين في تاريخ مصر هل كنت شايف ان النهاردة خصوصا لما يكون لعيب زي فينسوس جونيور بيلعب انك تلاعب خالد عبدالفتاح حساب متولي عشان سرعات ولا كنت معا ان متولي يستمر بس هو خالد من اللعيبة الكويسة جدا وليه مستقبت انت عشدت بيه في مصر الزمالي اولا قوي جدا سريع طويل لا بيقف صح انا بحترم دايما المدافع اللي بيتمركز صح يعني انا كنت متوقع ان هو كان ممكن يلعب النهاردة بس هل بقى مستلكورة مستلكورة مسلا كان وجهة نظره ايه هل بقى ان فيه مسلا فيه توافق ما بين عبدالمناء ومتولي اوفين سجام ما بينه ومتولي فعل ان انا مجازفش بس انا شايف ان لو كان اللعب النهاردة كان هيعمل انت محتاج سرعة نهاردة انك انت جونيور ناحية ناحية الشمال ماشاء الله بيعني السرعة بتاعته فكان لازم يبقى حد يغط المكانه فانت قلتم يحتاج النهاردة خالد انا عايز رسالة سريعة من كباتلنا الكبار ليه لعيب النادي الاهلي قبل الممارات في لامنجو تفضل كتل صلاح عشان اتفل على ملف تاني بتاع كهرباء والزمالك والسعداليته اجدتوا انسوا المباراة وركزوا في المركز التالي اه خلاصين سلمطش ده بالنتيجة بكل حاجة لأ وقديت وقديت اه فعملت اللي عليك النتيجة بتاع تربنا فيه اخطاء هتتعالج من الجهاز سعيد الوقت قليل لكن تفكر في المباراة الجاية لان الناس مستنيات ترجع لهم ده المركز التالي احنا كنا بقول اللعيبة الحقيقة احنا كنا هنبقى في كمة السعاد وكمة الفرح بيكون بأداء كل حقيقة لولا ان الهدفين طبعا تاعتوا الربع دولات تجم اه خلاص المباراة دي خلصت وانت بتلعب اقوى فريق في العالم اقوى نادي في العالم الحقيقة فبالتالي خلاص بننسى المباراة دي ونفكر في فلامينجو فلامينجو دي مباراة بتاعت البرونزية احنا لو رجعنا بالبرونزية يبقى بنضط على اي حاجة في مباراة ريال مدريد صح ديكو زيما يا كابتر برايم بس والله يعني انا طبعا النادي الاهلي النهاردة واللعبت النادي الهيه عملت مباراة كبيرة جدا وده اللي مزعل الناس على النتيجة حقيقا يعني اخد بقى احنا كنا لحد ديها تسعين كنا متوقعين النادي الاهلي ممكن يتعادل هي نتيجة لما بس الهدفين في اخر المباراة هو ده اللي عمل حالة احباط بشكل يعني للجماهير وشكل لين بس في المجمل النهاردة فيه ايجابيات كتيرة جدا لعبت النادي الاهلي وفيه اخطاء اتمنى ان الجهاز الفني مستر كورا يقدر يصحح الاخطاء دي ويركز عليهم انت لازم تخرج من المباراة الكبيرة ده كابتن محمد وكابتن رمضان طبعا طبعا بتشوف ايه الاخطاء لانك انت استحال ان انت هتلاعب فرق مع احترامي في بطولة افريقيا وفي الدور المصري بنفس المستوى طبعا فانت لازم تخرج من المباراة دي بالسلبيات اللي موجودة لازم يعني يشتغل عليها لازم اللعيبة تكتسب خبرات ولازم اللعيبة حتى لازم يتفرجوا على المباراة كابتن شوف ايه الاخطاء الاخطاء بتاعتي ايه النهاردة جوه الملعب عشان يتعلم اما في المجمل النادي الاهلي ولعبت النادي الاهلي عملت مباراة كبيرة جدا وهارد لك وكنا نتمنى ان احنا نشوف نفسي نفسي ناخد من النهاردة المباراة دي الجماهير ترجع تاني بالشكل الكبير اللي نخلي اللعيبة بتاعتك في مصر ومعندها سكرة في نفسها عشان تجد تلعب قدام خمسين ستين سبعين الف عاوزين قبل ما نخلص عاوزين قبل ما نخلص عاوزين قبل ما نخلص الكلام على مباراة النهاردة انا في رأي مباراة فلمينجو خلع فتاح لازم يخش جنباع ملعب ومراوان عطية لازم يخش مكان السولي عشان الاجهاد مع عودة حمدي اه طبعا طبعا نعم ده حمدي اأساس في مفارقة في مفارقة مهمة جدا بيتسو موسماني مع النادي الاهلي اول اثنين وعشرين مباراة لي مخسرش ولا ماتش خسر قدام بايرن ميونيخ في كاس العالم نفس الحكاية نفس التاريخة عطية تقريبا اه نفس التاريخة مين وعشرين مباراة من غير اولا هزيمة يخسر قدام بطر جدا ونفس التاريخة اه تقريبا ممكن يكون نفس التاريخ فعلا يعني بطرف نفس التاريخ بس انا اللي عايز اتكلم فيها برضو نفس التاريخ فعلا اه انه فعلا بجد في ايجابيات طبعا طبعا بس انا بحترم المدرب بالتعب كورا كولر بالنسبة لي بفرق مع النادي الاهلي في الكورا وفي السرعات وخلا نتكلم بجد والله ان النادي الاهلي اخر تلات اربع سنين مستر كولر جي غير الاداء من سرعة وتحرك من ساعة الفايلر مستر مسلماني كان بيعتمد على حاجات معينة بس مستر كولر لا النادي الاهلي لي شكل لحقيقي طبعا انا عمل انجازات عظيمة مع النادي الاهلي بس انا باحترم المدرب اللي يجي يعمل طفرة في الفرق فهو عمل طفرة مع النادي الاهلي مع العبت النادي الاهلي انا من فترة كبيرة جدا عمر ما شفت ان النادي الاهلي بيتحركوا سرعات واختراكات فهو مميز عن مستر مسلماني في دي النهاردة خطاب جديد من الفيفا بخصوص كهربا وان الكهربا مطالب خلال ستين يوم انه يدفع الغرامة اما حي ممكن يتعرض للإيقاف مرة اخرى بالاضافة انه هيسدد كمان تلاتين الف فرنك خلال شهر من دلوقتي اتعاب القضية بتشوف الموقف الحالي بالنسبة الكهربا دي التفاصيل المعلنة ممكن يكون في بعض الامور الاخرى وهي حقه يستقنف المناسبة لو استقنف اكيد القرار ممكن يؤجل او حتة الإيقاف ممكن حسب بقى القرار اللي هيجي بعد كده لكن هو من حق انه يستقنف على القرار ده من قبل المحكمة الدولية او لدى المحكمة الدولية الرياضية اه كاس انا بس عشان انا يعني اعزولون انا مليش في ناحية اقداريها شوية اه لكن لعب ازاي معالي الغرامة لاحيدفع ويلعب ولا مش هيلعب بلغاية ما يدفع هو لعب ازاي لعب بقرار من الاتحاد الدولي تمام ان انت ماقف ست شهور بعد ست شهور يحقلك انك تلعب وبعد كده يشوف الوضع يكون ايه طيب الدافع اصد ولا لازم يدفع على الكلام ده لازم يدفع كيش خلال شهرين هيلعب خلالهم اه يدفع اه يلعب يلعب خلال شهرين لحد ما يدفع بعد الشهرين لو ما دفعش هيكون معرض للإقاف ست شهور تانية طب ليه الاهلي ما يدفعش ده تبقى يا جماعة اللي مكتوب في الخطاب اه شور ان الاهلي مش طرف مش مش طرف مش هو العيب عنده العيب عنده يا كبتن بس الاهلي مش طرف في الازمة مش في القضية يعني لو ما دفعش مش هيلعب مين المتضرر الاهلي متضرر الاهلي متضرر ماشي ماشي انت بتكلم بعد الاربع مورات اللي لعبهم كهرباء عمل اضافة ماشي لكن احنا دلوقتي بنتكلم في حاجة النادي الاهلي مش طرف في دفع الفلوس اه طبعا لكن كهرباء هيدفع لو ما دفعش هيتوقف هي النقطة في حاجة بس اكرت ان المشكلة ممكن لتاب الكهرباء ان الموضوع يدفع كيش يعني انت عرف لو موضوع تقسيط فلي سهلة هو ده اللي طلبوه فعلا يعني كهرباء محزوز في الحتة دي لو مسلا عمل استقنف على الكرام بالنسبة له انه هو يتبق كل استقناف في اجل الدفع يلعب حسب الكرار ما هيجي ايه يعني انت الكرار لو جالك انك لا استقناف ممكن يتم رفضه اه لو لو اتقابل الاستقناف فهيفضل في الملعب مش هيتوقف لغاية لغاية لما ييجي غرار بعد الاستقناف لو كل شيء بس ان هو كيش يا كابتن دي مبلغ كبير برا اتنين مليون يا كابتن اتنين مليون ربعمائة الف دولار اه يعني لو اتعاف لو المبلغ كابتن مثلا الفيفا مثلا وفقت له على التقسيم فبالنسبايلي حتى موجود في الملعب وبتخسم من العادة اه ممكن يجيلي اعلانات اه ممكن يجيلي اعلانات اه ربنا وفقه مسلا يمشي كويس مع نادي الالي مسلا في بطولة افريكا فالحاجات دي يعني بتفرق خصوصا كمان لما اللعيب بيبقى جوه الملعب بتقدر مشكلتك تتحل بس الموضوع ان هو يتدفع كبير دي صعب ايه صعب ايه بس اتحل ازاي بصراحة يعني بس اقول كابتن محمد صاحي كامل في جزء مهوة وطرح تساؤل مهم جدا هو الاهلي فين الموضوع الاهلي يدفع او ما يدفعش اه طبعا انت شايف الاهلي لازم يدفع كابتن؟ هو مش لازم ماشي انا كنت بتكلم مع كابتن موضان انا ليه عقد في الاهلي سنة مثلا ممكن الاهلي يجدده سنتين ثلاثة بمبلغ معين يتخزم كل سنة من مستحقات كهرباء ونادي الاهلي يدفعش ان هو يا جماعة قلولي كده توتل المبلغ بالمصر هو كده 72 مليون على الكلام بتاع النارده 72 مليون توتل المبلغ تقريبا دخل في 80 مليون جنيه 72 على مطر قول 70 مليون جنيه لو كاش ماشي قدريت لو انت حتجدد لكهرباء ثلاث سنين بخلاف سنتين النقصين سنة او سنة او سنة ماشي 72 مليون صحة تمام لو انت حتجدد لكهرباء ثلاث سنين حتجدده بكام عشان يقدر سدد ايا كان بعد ميزانية الاهلي انا ما تدخلش فيها لا احنا متكلم تبقى اللي احنا متابعينهم قولي 20 مليون مسلا لا مفيش في الاهلي 20 مليون اقل او كهرباء اصل عقده دلوقتي 10 مليون جنيه في موس 10 خليه 10 10 في 4 خلاص ما انت بتدفع لي جزء وانا زي ما ابرم ليه مسلا ان شاء الله مكافئات ليه بطولات هو كهرباء هيدفع جزء بقى يعني كابتن انت عايز الاهلي جدد لكهرباء اربع سنين ويديله للاربعة مؤد اه ده لعيب عنده لكن هو مش مجبر يتفعل المبلغ كاش نادي الاهلي وهو لو مدفعلوش كاش تقدن اللي حصل النهاردة ده هلوة ومش هلع من المتدرر سيبك من الكهرباء النادي كان متضر فنيا طبعا بس النادي يا كابتن ما يقدرش يدفع فلوس لنا النادي الاهلي او اي نادي في الدنيا عليه مساء الله بسألة طبعا برضو في نقطة اصعب ان انا كنادي اهلي من فرشة جدد مسلا مع كهرباء اه خمس سنين وانا ما عامش مستوى الفترة الجاية بعمله فالامور صعبة من كهرباء عشر سنة طبعا لعيب مهمة اوية بس الى قادر ان لا ممكن في حصل اصابة اي حاجة من شر اي اي حاجة يعني اه خصوصا لعيب الكرة يعني تحس الموضوع بيبقى صعب شوية انت النار ده كويس ممكن في لحظة مش ماشى معاك تعقرب اي اي صح صح لكن كهرباء زي كابتر رمضان لما رجع كان متعطش فان عمل الناس ترجع تاني معاك هل ده حيساعده في ان يدفع الاثنين وسبعين مليون ده هو الحل الوحيد اللي النادي الاهلي ممكن يخدمه فيه ان هو يتعامل مثلا مذكرة استقناف ان هو يتقصط له المدنة ده انه يتوافع لي من الفيديو ده كده يبقى الامور هتبقى تمام جدا بالنسبة للنادي الاهلي وبالنسبة لكهرباء ان هو يقدر يسدد حتى الغرامة عن طريق العقد بتاعه ماشي كويس ممكن يجي السنة اللي جاية يقول مثلا هيتجددله فتبقى ماشي كده اقصى عاجل الاهلي ممكن يعملها يا كابتن لو هو يجدد عقد الكهرباء يديدله 15 مليون 15 مليون في المرة ده صعب ايه ورده والاجمعة المؤكدة عشان الناس بس او جمهور الاهلي بالتحديد ما تعشمش في ان الاهلي يدفع فلوس الموضوع الاهلي مش هينفع يدفع فلوس الاهلي ممكن يدي للعب العقد المتوقي مثلا كسنة عشان كده بقول ايه تقصيت عشان سنة واحدة تمام ممكن يديدله بعض بعض الاعلانات بقى بعض المسحقات اللي ليه كلام من ده الموضوع لو سل 20 مليون جنيه من النادي الاهلي كحقوق لكهرباء ده اللي يقدر الاهلي عليك الاهلي يدفع فلوس من خزنة بتاعته في قضية هوا مش منوط فيها موضوع صعب كده عشان هو الحل الوحيد النادي الاهلي يتدخل في موضوع التأسيل بس ايا كان بقى المحامي بتاعه بقى ما هو المحامي يطلب كده فعلا في الجلسة اللي كاتيه بتين فبراير جات فترة امير كان رجال الاعمال الاهلوية الحقيقة في مواقف زي كده بيتدخلوا فيها يعني اعتقد ان كهرباء اللي يقدموا في خلال الفترة اللي فاتت دي والمستقبل كهرباء ان ممكن وربما يحدث جديد بعد الاستقناف الله اعلم ممكن يحصل حاجة جديدة تكون ايجابية لله طب قبل ما اختم لازم نتكلم عن نادي الزمالك لان الزمالك عندهم مباراة مهمة جدا امام شباب الازداد الجزائري يوم الجمعة اللي جاية في مستهل مشوار دور المجموعات من طول دور الابطال الافريقيا ان شاء الله يطلب لنا كل التوفير لنادي الزمالك كابتن صلاح مين اللي حيدير المطش ده انا كابتن سامانا بيه مشكلتنا المطش اللي فات زي ما قلنا مين اللي حيدير ونسألت فريرا ورجعنا اينا ساما واقف فريرا كان اعرف مش هامو حاجة خالص لما هيجي ياخد المطش الجاي وسمع هيقعد حط رجع رجل ويقعد ولا ابنا مش عافية ولا حيرجع يوجه تاني يبقى التعاون موجود زي زناتنا اي بقى كده مطش ومطش اي بقى كده مطش ومطش الجلسة اللي حصلت قبل مطش مطش اه قالوا ايه اتصالحوا ايوة خلاص ما كانش واضح نماتصالح نا كانش واضح خالص لو تصلحوا كان حتى على الاقل يعني كنت شفت استشارة. لا ما تصفيه ولا استشارة. لا ولا حاجة خالص. استشارة روح بيني وبين. اه ما انا بقولك. لا. لكن انا وقعد هنا وطبطب على واحد. لا 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 لا. حتى اسامة تحس ان هو واقف عيني على الخط في حدي مستنيه. رقم انه عمل نطش كبير قدام فيه اتشار. طب ليه ما سبتوش. اه موضوع بقى شرط جزاء الحاجات دي انا مش فيه. انا اعرف ان انت توقف. بس انا محمد برضك فيه نقطة مهمة جدا. سريع. لا سريع. انا مش عج ابني تصريح اسامة ولا تصريح اه اسماعيل يوسف. اه. اسماعيل يوسف. بعد المباراة. بعد المبارات الحقيقة. اه. لما قالوا ايه. لما قالوا ان احنا انا قلت لهم بعد المبارات فيه اتشار. ان احنا هنتعب الفترة اللي جاية دي ومش هيقدر نحق نتاج. عشان المطشات قريبة جدا من بعض. اجماعة ما دي معروفة. معلومة. ما انت كده بتقولي اللعيبة انتو عندكم مبررين انا انا بشوف مبرر ليكو. طيب. عشان لازم اكتم ااخد تعليق برضو من كابتن بريم سع عالجزئية دي ورؤيتك في موقت زمانك وابلو سداد ومين يدير المطش. هو مفوط فرير. هو خلاص كده فرير. يعني هو فرير. رجع اسامة اه مدرب عام. اه. ما هو بنان عال الكلام اللي نازل انه فرير ها مدرب فاني. فرير فلاص اه. صح اه. صح اه. صح اه. صح اه. يعني حتت بقى ان مين يدير دي 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 حاجة دي خلاص. لا مفوط فرير. فرير. ما ينفعش حتى بس ما تديش حتى انتباع للعيبة واستقرار للعيبة. وعاد عبدال غني وشكبالة والزناري التدريبات الجماعية كمان. بس خلينا نتكلم برضو مع عودتهم هما الاتنين برضو في عندهم مشاكل كتيرة جدا في الفترة الاخيرة من الاداء. يعني اداءهم مش مش فارق غني. يعني وجودهم او مش وجودهم هما يعني ما قدوش معنات الزماني في الفترة الاخيرة عشان يتقل حتى عودتهم. يعني مش هيديفوا شيء. ان هما مستوان في الفترة الاخيرة. لو بيرجع الوينش ممكن تقول. اه طبا. قوية جدا. دي حتفرق بشكل كبير جدا معنات الزمالك. اما ما احترام لل الزناري وعبغاني. اللي اتنين اسوأ من بعض. ما شكبالة. بس يعني ما شكبالة بيلعب له اخر عشر دايق والخمس دايق. مجرد ان هو كقائد للفرق فتواجده مهم. بس هنتكلم من من يقود دي صعبة جدا. انا كلاعيب هبقى موجود وحاسس ان ما احترامي يعني كابتن رمضان وكابتن محمد صلاح هما الاتنين بيديروا مع عشر من المدير الفني. ما احترامي. كابتن حمد صلاح ممكن يجي يقول لي حاجة. اقول له ماشي. بعد كده يجي لي كابتن رمض ماشي كابتن رمضان يقول لي حاجة فانا هنفس كلام دي بقى. ماشي كابتن رمضان فريق الاحلام. ايوة صح. اللي بجيب جوم بروح لللي بيحبه. طبعا. كابتن دا تعمل مشاكل جوه الفرق واللعيبه. طبعا اللعيبه حتى نفسها مش هشبه نازل مركزه. انا قاسب بس انا لحيستعف. لعيبت نادي الزمالك ان معظم اللعيبه مش في حالتها. ان عندك زيزو كابتن. ماتش فارك بزيت اونك. اه لا معظم اللعيبه كلها مش في حالتها من يوم مباراة اسوار. من يوم مباراة اسوار. الحوالي ايه? ده 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 ده. دي جوز هي مهمة واكيد للحديث بقية. جوه اللعيبه مع بعض او في مشاكل هي اللي مسببه وهي اللي عامل الخلل ده جوه. للحديث بقية اكيد بخصوص مباراة الزمالك وشباب بلزداد اكيد نتمنى كل التوفيق الاندي الزمالك في البطولة الافريقية وان شاء الله يقدروا يتخطوا عقب شباب بلزداد بالتحديد بعد الهزيمة اللي كانت صعبة قدام فاركو من نسبة الجم بشكوره وكوهز كابتو حمد صلاتي. بشكركم جميعا بإذن الله تشوفونا يوم السابت المقبل حلقة جديدة من بلزداد 90 عشانة قلات النهار بتواليس وتفاصيل مهمة جدا جدا عن ابرز واهم الاخبار على الساحة والقضاء طبعا على الساحة الرياضية المصرية. تصبح الألف خير الى القادم. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة